بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي المشاهدين قناة الآله في برنامجكم ملك وكتابة ولا حول قطع إلا بالله إبراهيم أهلا بك واشوانس أهلا بك عزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الإثنين من ملك وكتابة ولماذا ولا حوله ولا قوة إلا بالله لأنك تمام أمر واقع دلوقتي يعني أنت هتستمر في جراءات التقاضي بتاعتك في بعض المشاكل يعني جاري حلها لكن ما هوش الحل النموذجي اللي إحنا نتمناه الحل النموذجي اللي كنا نتمناه إن المسابقات تخلص قبل قبل كاس الأمة طيب أما وإننا دخلنا كاس الأمم وخلاص المطشي والدين وبعدين كاس الأمم لأن لو أن هناك إرادة من البداية إن الدوري ده كان ينتظم كان على الأهل الأهل لعب المؤولين وزمالك لعب الإنتاج والإسماعيل وكان يبقى المشكلة كلها في مطش الأهل والزمالك يتلعب من غير الدوليين ولا يستنى بالدوليين للآخر لو تعامل هذا كنا وصلنا إلى مرحلة حسن النواية وإن إحنا كان ممكن نبقى يعني كلنا بنسعى إيه لحلول لأن طبعا ما من شك إن وضع شازي جدا إن المسابقة تكتمل بعد لأن ظروف جديدة أو أوضاع جديدة أو حوافز جديدة وديك شايف الفرق طلعت لعبتها إيه اللي غير المدربين واللي عارض حتخلص يعني فيه العديد من المشاكل كل الأطراف كل الأطراف مش هتبقى سعيدة بأي حد إذن هي أزمة الزروف الصعبة لكن النقطة المهمة جدا فيها أنا بتكلم عن أزمة الأهل مع الاتحاد الكورة الجزء الإيجابي أو المؤكد فيها الأهل مستمر في إجراءات التقاضي الأهل مستمر في البحث عن الحقوق القانونية وده بالمناسبة التصرف الحضاري المحترم الطبيعي أنا لما يبقى لي حق بلجأ للجهات القانونية الشرعية عشان أدفع عن هذا الحق والأهل في بيان مجلس الإدارة الأخير كان رتب خطوات التقاضي تصاعديا وفقا للدرجات القانونية أنا ببدأ بلجنة التظلمات راح بشاكوى لجنة التظلمات في اتحاد الكورة المستشار عدل الشرباجي رئيس اللجنة قالت له تصريح أنا لسه اتحاد الكورة ما أبلغنيش أنه تلقى مذكرة الأهل وأول ما يتلقاها وتعرض عليها حنبدت فيها على طول لكن الأهل انتقل مباشرة إلى مركز التسوية والمنازعات القانونية في اللجنة الأولمبية أيضا لعرض مذكرة قانونية شافية ووافية هو ما يقدرش لأنه ناس كتير قالت ليه ما راحش الفيفا هو هيروح الفيفا وهيروح بعد الفيفا للمحكمة الرياضية الدولية هو هيروح للمحكمة الرياضية المصرية لكنه مبدئيا تصعوديا أنا ما أقدرش أنقل درجة السلم دي إلا لما أطلع يعني لو رحت للفيفا النهاردة هيقول لي روح للمحكمة الرياضية المصرية فأنت بتستوفي إجراءات التقاضي الطبيعية فهنا بيان اتحاد الكورة جدول اتحاد الكورة ما تضمنه بيان اتحاد الكورة فيه نقاط كتيرة هنقف بالتحليل عندها لكنه لا علاقة له بإجراءات الأهل القانونية المتحضرة جدا والطبيعية جدا واللي ما فيهاش تراجع لكنه أنا ما بملكش القرار أنا بروح للمحكمة وأقدم دفوعي وأقدم أوراي وأقدم كل الحيثيات اللي أنا بطلب بيها بحقي والمحكمة بتحكم وأنت عارف يا سيد إبراهيم أنا أعمال بفكر خلال الأهام الماضية هو إحنا احتمال إن إحنا يعني أنا وحضرتك ولي زينا اللي شايفين إن فيه حقوق ثابتة في هذا الموضوع تم إحضارها هو فيه احتمال نبقى إحنا فيه حاجة ما إحنا شايفينها وإنه اللي قدامنا معزور كنت أتمنى أن نناقش هذا الأمر معاه يعني أنا أتمنى أشوف حد بتحدي كورة قاعد أتكلم معاه ها والله بمنتهى حسن النواية كلام الواحد اللي عايز أصل إلى الحقيقة هو أنتوا فكرتوا كده ليه ربما عندهم سبب إحنا مش فاهمين طيب أنت مدام جت لكده أنا هروح لك ليهم لأن أنا أنا مش أدر أسد إن فيه إنسان يخلق لنفسه مشكلة عشان ما يعرفش حلاب على كده كويس أول أنا هروح ليهم ولكن من خلال البيان اللي أصدروه لأنه البيان اللي طلع عن الاتحاد المصر لكورة القدم قبل قليل فيه نقاط كتيرة زي ما قلت لحضراتكم هو أتبعه بجدول مؤجلات بعد كاس الأمم والبيان فيه اعتراف وفيه تأدير وفيه تثمين وفيه وعد وفيه التزام لكن بين السطور فيه كلام كتير جدا يتوجه اللوم ليهم أو يتوجه اللوم ليهم نقف معهم عند اعترافهم بالخطأ نقف معهم عند اعترافهم بالخطأ نقف معهم عند تقديرهم لقيمة النادي الآلي وإدراكهم أنه النادي الآلي ما كانش بيدافع عن مصلحة شخصية وما كانش بيثير مشكلة كان بيتكلم باسم المصلحة العامة أستاذ إبراهيم دي نقطة مهمة جدا لأن هي دي اللي ممكن تخلينا نسمع بعض بموضوعية بالضبط هي في الآخر آخر حاجة احنا عايزينها أن الموضوع ده يتشخصا أو يتناقش من منظور أنه اللي اللي عايز مصلحته أن مين أقوم التاني ومين اللي عايز يفرد كلامه لا احنا عايزين نصل إلى صيغة بقى فيها مصلحة بلد وفيها مصلحة نظام وفيها سمعتنا لما كوني احنا الدوري الوحيد اللي في العالم اللي بتعمل فيه كده الوحيد الوحيد اللي في العالم وورا بطلع غلطان ويطلع حد يقول لي لا ده فيه كذا وكذا وكذا واقل واقل بلاد مش عارف ايه أنا ما قولك تركب الأفيال في الكورة ياريتنا بنركب الأفيال طيب أنا هقول لكم البيان وهقف مع المهندس عادلي مع كل جملة مش علشان حاجة عشان أولا تبيان الحقيقة فين رقم اتنين اللي حصل ده حصل ليه وازاي ما يحصلش تاني وهو ده المفترض اللي استفادة من أي مشكلة أو من أي كلاش يحدث لازم أن نبقى عارفين مين السبب في اللي حصل وازاي نقدر نتفادة تكرار ده ما دمنا بديتكلم على مصلحة عامة الاتحاد بيقول في بيانه الاتحاد المصر لكورة القدم وهو يطلع بمسؤولياته تجاه كل الأندية كل الأندية وخدمة المنتخبات الوطنية يؤكد على أنه أوضح كثيرا الظروف الإجبارية التي جعلت من هذا الموسم استثنائيا يستوجب تكاتف كل الجهود لسيما وأن بلادنا تستقبل بعد أيام الحدث الرياضي الأكبر في القرى والمتمثل في استضافة كأس الأمم الأفريقية 2019 وهو ما زاد من مسؤولياتنا جميعا خاصة وأن قرار إسناد تنظيم البطولة لمصر جاء في توقيت استثنائي ولم يمر عليه سوى أربعة شهور تقريبا احتاجنا فيها أن نسابق الزمن للعمل على نجاح هذا الحدث الرياضي بما يليق بمصرنا الكبيرة فضلا عن المشاركات الأفريقية والعربية للأندياء المصرية في مختلف المسابقات ومع هذا بزل الاتحاد المصري لكرة القدم جاهدا كبيرا للانتهاء من بطولة الدوري على الأقل قبل انطلاق كأس الأمم نقف هنا نقف هنا عارف يا صدر الرحيم تاني لو حد جاوبنا على السؤال ده أنا حقف معهم في نفس الخندق أكتر من كده حاجة أبدا طيب إحنا قلنا لك ما تأجلش ما تأجلش ما تأجلش جينا عندما ماتش الانتاج الحرب أولا قلت أنت يا أهلي لن تلعب مطشتك بالترتيب قبل ما زمالك وبيرامد يلعبوا مطشته وفردت هذا الأمر ماشي فيه منطق خلاص لما جاهز زمالك والانتاج حذرنا هنا في نفس المكان يا ربي جاهزوها وإحنا بنقول هذا الكلام ما تأجلوش لأن مش معقولة أنت هتأجل لماتش هلعب بعديب خمسة أيام عشان تزنقني إذا ربنا كرم الزمالك كما كان متوقعا أنه يلعب ماتش قبل الفاينل مزنوق وقالوك لا ده رئيس الزمالك حيكتب تعهد وحنقف عندي دي شوية طيب كتب التعهد أنا يعني ما نشضرب ودع ولا بداع إن أنا فيل السفر إنما يعني أنا أقرأ ما بين السطور وارجع للثواب أقدر أوصل للنتائج قلت لك مش هيحسك والأيام بيننا ماتش الإنتاج ده لا هتلعب دلوقتي ولا تبقى للجدول بتاع التعهد والله أعلم هتلعب ولا مش هتلعب خلاص وهو ما كان لحد النهاردة ما حدش رادي يقول لي إنتا ما طبقتش التعهد رئيس الزمالك أقدمولك ليه مفيش هيقوللك مصلحة الزمالك وكان أوصل في العالية إم كانوا بيحلوا باستمراري على تبار أن الزمالك ما وصلش في وان الاهل ما يصلش فينال وان المنتخب ما يصلش فينال وحاجات كده يعني دايما في روعهم يمكن تتحل من نفسها رغم ان انا مش موافق على هذي الخطوة تماما وبيعتبرها يا بداية المشاكل الحقيقية في الازمة اللي احنا فيها لكن حتى النية انك انت بعد زمالك ما كسب ده كسب لقب وانتهينا يعني الناس كلها سعيدة وليه عمت شهد كان يقدر يلعب ماتشين غيرهم يا سيدي كان يقدر يلعب ماتش وكان الاهلي لعم مع المقاولين كان سيتبقى لك مباراة واحدة بين الاهلي وزمالك كنت قدرت ساعتها توصل لصيغة مع المنتخب في هذا الامر خرج اللعبه يوم يلعبوا الماتش ده ويرجعوا له ما اظنش ان كان حيحصل مشكلة لكن انت ما اولا ما حدش قالك خالص انه عنده نية يلعب الزمالك والانتاج والزمالك والاسماحيلي خالص النية دي لم تظهر وكان فيه وقت اه كان فيه وقت بدليل ان التراجي لعب اربع ماتشين لعب ثلاث ماتشين وحيسافر ييجي انت اللي على ارضك ما عملتش كلام ده كان عندك 11 يوم تقدر تعمل فيهم الكلام ده تلعب فيهم ثلاث ماتشات ياس اي دي ويتبقى لك ماتش لو كانت عمل ده كنت تشعر ان فيه ناس بيتحاول تحل مشكلة لكن الناس حدفتها البعد متاعه خلاط طب ازاي نادي فاضل له ثلاث ماتشات وكل اللي عملته ان انت رستقت الفرق اللي هتنزل وخلاص عشان كل الفرق بقى ايه ما يبقى لاش مصالح وهنا عايز اتوقف عند الاندية اللي بتجمع توقعات النهار ده بتقولك الدوري مش فير انت قبلت ليه انت هو ليه ليه قبلت انك تأجل ماتشات ما تأجلش ماتشاتك وتلعب في ظروف غلط ليه قبلت انك تلعب ما هو انت كان ممكن ما تلعبش وعلى فكرة انا قلتلك الهاجس اللي عندي ان الدوري قد لا يكتمل والحلول جاهزة في الدرج وفتكر الكلمتين دول برضو خلاص طيب البلد بقى المشهد العامل اللي لازم نوصله رضينا او ما نرضاه يعني مش ده مش اوبشن ومش طرف انت انظر الى اللحظة اللي احنا فيها انت تحطيت امام امر واقع كلنا ان خلاص انت داخل على كاس الامم واثناء البطولة باللوايح بالقوانين بتاع صعب ان يحصل النشاط محلي وطبعا اتقالك ان اجيري ومش اجيري انا شاف ان اجيري ما اصرش مثلا ان محمد صلاح ينضم وهو اهم من كم يعني محترام يعني من كل المنضمين يعني اهم من اجير دلوقت يعني يعني مش لانه على راسه مهمين جدا 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 يقدر يعملوها من غيره والله يقدروا لكن هل محمد صلاح هتعملو معاملة خاصة غير بقية اللعيمة لا طب طيب انت ليه عملت معاملة خاصة وقف هنا بقى انا عمل بحلل معلش يا سيد برين انا مش باخرق برا الموضوع لا 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 انت في الموضوع محمد صلاح اللي بيلعب في دوري محترم هو الاقوى في العالم بيلعب في النادي بطل اوروبا وتاني الدوري الانجليزي نادي يعرف يعني احتراف ولما يقول للاعيبه خد راحة اسبوع عشر ايام ما فيش حد يقدر يجي نحيته هي دي الموضوع بالاخر فانت احترافت بحق اللاعب المحترف برا وما احتردتش بحق اللاعب المحترف والنادي بتاعه عندك دي احد المشاكل احد المشاكل الكبرى انك انت وانت بنتكلم عايزين نبقى زال الناس دي عايزين نبقى زال الناس دي ما بنعملش حاجة واحدة زال الناس دي ايوه ولا حاجة غير ان احنا يعني ممكن نكلمهم بالانجليزي لو كلمونا بالانجليزي نرد عليهم إنما إن إحنا أنت بتقول لتشكيل لجنة علشان تروح لخبراء في تنظيم الدوري أجيب لك خبراء تنظيم الدوري يرجع للسياج وحمد شاكر والله يرحم من مات والله يدي الصحة وابو العيلة فرحاته كانوا إيه يعني ما الدوري كان محترم وكان ماشي زى الساعة وكان كل خلافاتنا إنك إنت حتزيع ولا مش حتزيع كانت مشاكل الكرة المصرية كده في الإزاعة حتزيع ولا مش حتزيع وكنت بتقدر تفرض نظامك ياتحاد الكرة على الصغير وكبير آه ما كنتش بتطبق اللوائح نادي يلوح بالانسحاب آه زى بعضه يتعمل دوري مجموعتين عشان ما ينزلش إحنا عندنا حتة في الجينات بتاعتنا إن إحنا إزاي نبدع في اختراق الأنظمة بتحط القانون عشان تكسرها إزاي ما نعودش الناس على الاحترام وهو ده بالظبط زى ما تقول قانون المرور وليه الناس مش بتلتازم بيه عشان تحط جدول وليه الاتحاد نفسه اللي حطه مش بيلتازم بيه الموضوع كله في جينات نحن إنك إنت ليه مش عايز تشتغل يا سيدي عدال عميار الأهلي لم يطلب شيء على فكرة يقولك الأهلي تأجله الأهلي هات لمرة واحدة طلب تأجيل كل تأجيلات كان اتحاد الكرة يرى أن لا يمكن فرقة مسافرة بكرة ولا بعد بكرة بدليل إنه كان لعيبك ماتشين قبل أهم ماتش دي اللي كان مع عقوة فرقة اللي هي سوندونز إنه نلعب لك ماتشين في الوحر في ست أيام فيه مصافر فيه مصافر شاقي جدا النتيجة أنا كنت أروح مع عوامل أخرى حصلك اللي حصلك أنا هنا لو حد جاوبني على هذا السؤال حشكره عشان أعرف بس أنا وغيري ننام أنت ملعبتش ماتش الإنتاج والإسماعيلي والمقاولين ليه المقاولين مع الأهلي والإنتاج الإسماعيلي مع الزمالك على الأقل يا سيدي كان الماتش اللي فيه لعيبة دولين ولو إنه كان وقتها لو قال اللعبة غير دولين من تواخد أربعة واربعة لكن حنعتبر إن معايير القوة ممكن واحد يقولك الأربعة بتوعي بالنسبة لي أهم الأربعة بتوعي إنما إن إحنا في الدنيا كده ونحط الأمر الواقعي سؤنا هي دي هي دي أزمة فرض الأمر الواقع وأقول لكم ليه من البداية تم التسويف والتطويل والتمديد لغاية لما الوقت يخلص وندخل في الأمر الواقع يوم للخميس اللي فات يوم ستة دخلنا في الحيز القانوني أصبح أنت بتتكلم في ستة مايو أو ستة يونيا البطولة واحد وعشرين يونيا الخمستاشر يوم دول هي المدة القانونية اللي الفيفا بينص عليها في أحقية المنتخبات الوطنية في تجميع اللعبة مش موجودين في المغرب وتونس موجودين عنده كله طيب واخده لك لكن فيه ضبط هناك وفيه نظامة حط وبيتنفذ وإحنا ليه مش عايزين نبقى زي الناس الطبيعيين ليه فهينا مبدئيا وصلنا إنا إحنا مدام يوم ستة يعني نفسي أي حد يبقى تحرق الأوبشن بتاع على فكرة أنا كلامنا النهاردة مش موجه لجماهير الآلي خالص ولا عايزين حاجة من جمهير الآلي يكتر خيرهم على اللي عملوه غير إنهم يقبلوا إن دلوقتي كلنا الركز مع المنتخد ويسيبوا الأهلي بيعمل في إجراءات لكن أنا بتكلم بخاطب الرأي العام بخاطب المسؤولين عشان ده ما يحصلش تهيئني المسؤولين اللي ممكن تكون بيوصل لهم صورة غير حقيقية هو إحنا ليه بنعمل كده ليه ما روحناش للحلول اللي غيرنا عملها ومسافرين إحنا في بلدنا يعني تبطلع واحد حيركب أوبر يوصل في معاده للملعب اللي حيروح يلعب فيه ويرجع طيب وصلنا حرقنا الكارت بتاع إن أنت تلعب قبل كاس الأمم لأنه المدة بتاعت الدوليين خلاص داخلوا المنتخب وأصبح القرار قرار الجهاز الفني للمنتخب وأجيري قالك لا يبقى مبدئانة حرقت فكرة تلعب بالدوليين لما المهندس هاني أبريدة اقترحها الكابتن لا أنا مش عايزة أقزم لا بالإجاب ولا بالسلب لما المهندس هاني أبريدة قال الكابتن محمود الخطيب خلاص لو هو الأمر كده ده في وقت سابق العبوا من غير الدوليين الأهل وقتها لا يمنع فقط علشان ودي النقطة الكبيرة أزمة القيادة الأفريقي وله لما بيتكلم وقلناها هنا بدل المرة مية يا جماعة كل الأندية المصرية اللي هتشارك الموسم الجديد في البطولات القرية مصلحتها هي نفس مصلحة الأهلي هو أنت إزاي عايز تخلص الدوري سبعة وعشرين أو تمانية وعشرين سبعة والقب تلاتين إزاي في يومين اتنين هعمل كل حاجة إزاي وده كان سبب الاعتراض الحقيقي للأهلي ده بالعكس أنت هتدخل في مرحلة أنت هتجهد اللعيبة وأبدية السعادات تلعب من غير الدوليين نادي الزمالك تحفظ على اللعب من غير الدوليين عارفين حجم التضحية بتاعت الأهلي في أنه يلعب بدون الدوليين كانت وصلت أنه ممكن يحرص مرمى الأهلي يا علو لطفي يا مصطفى شبير الزمالك قال أنا ما عنديش حرص مرمى النهاردة شريف إكرامي شفاه الله وعفاه دخل غرفة العمليات وأجريت ليه جراحة لاستقصال عظمة زايدة في الرجبة إن شاء الله يخرج منها ويكون كويس بإذن الله من أول مبارح فشريف مبدئيا يعني الشنوي في المنتخب وشريف في المستشفى ومع هذا أنت ما عاندتش أنت ما قزمتش الموقع مش بتستغل الظروف يعني يعني الزمالك هو بشتك أنا ما عنديش حرص مرمى عشان جنش في المنتخب والحرص الصاعد عمر صلاح مع المنتخب اللومبي نفس الظرف اللي في الأهلي جون مصاب وجون في المنتخب أبدأ الأهل استعداده الزمالك قال أنا عندي فرجاني ساسي ودهاء على رأي كابتن متحد شاء الله بن برح قال اللي احنا قلناه قبل كده هي الأزمة أزمة فرجاني ساسي كل الاعتراض عشان فرجاني ساسي يبقى موجود يعني هل معقولة لعيب واحد يعني حيعمل هذا الفرق الكبير ويوقع على الكرة المصرية كلها في هذا المأذق طب ما احنا كان عندنا قبل كده هو لسه رجع من الصباح يجي خمسات لعيبة لكن هي كانت فيها قسمة عادلة جدا الزمالك عنده أربعة في المنتخب ولهلة عنده أربعة في المنتخب الأهل منه اتنين محترفين راحوا منتخباتهم جيرالد وراح أنجولا وعلي معلول راح تونس الزمالك عنده بطيب راح المغرب وفرجاني ساسي راح تونس يعني حتى في استقدام أو خروج المحترفين الأجانب كانت نفس المشكلة أول مرة تحصل كانت متساوية الأهل معنات شيء ولالك كان بيبدي كل الاستعداد وكل الحلول بما فيها حتى أنه ممكن يلعب مباراتين مبارات الماولين ومبارات الزمالك بالحرس الصاعد سواء على لطفي لو كان يعني خف من الالتواء الخفيف أو مصطفى الشوبير أو أحمد طرق سليمان بس يعني فيه استعداد للحلول ليه ليه الآله بيخدم على كل هذه التضحية بينقذ الموسم اللي جاي بينقذ القيد الأفريقي بيحل مشكلة السنة الجاية انت هلعب دور الأبطال في أفريقيا إزاي القايمة دي هحطها إمتى هتمكن من تحديد الأسماء اللي هدخلها بدون غرامات في القيد الأخير إمتى تحمل الأهل كل حاجة من أجل المين تارجت أو الهدف الرئيسي أو المشكلة الكبيرة في القيد الأفريقي على الرغم أن مصطفى الشوبير برضو مع المتخب يبعتوه يعني كنت ساعتها تقول لهم ابعتوا عمر صلاح وابعتوا مصطفى الشوبير فاحنا متخيلين أنه كان الأهل عنده كل هذا القدر من التضحية علشان الموسم الأفريقي الجديد علشان القيد اللي كان فعلا ضغط على الناس كلها ومحدش كان بيستجيب وكل ما بتقولهم يا جماعة يا جماعة ده يوم 30 أنت هتخلص الدور بتاعك إزاي قبل القيد الأفريقي بيومين ما حدش كان بيستجيب قال الاتحاد الأفريقي في الاتحاد المصري في بيانه بعد ما قال أشار للظرف الصعب اللي بتمر بيه الكرة واعترافه أنه ده موسم استثنائي وإحنا قلنا هنا طب ده موسم استثنائي أنت ليه عايز تخلي السنة الجاية كمان استثنائية أنت ليه مش حريص أن نحن نخلص من حكاية الاستثنائية دي السنة دي ونرتب السنة الجاية صح فقال في البيان لكن للأسف وده كويس أنا ما بحبش في حد وهو بيقدم حلول ما نقراش بينه السطور اعترافه أنه فيه خطأ واعترافه أنه شيء ما حصل خانوا التقدير ما وفقش في أنه ينجز ده بس ما تكبرش الاعتراف سيد الأدلة الاعتراف بالخطأ بداية التصحيح احنا كلنا في مركب واحدة ولا عمر الأهلي كان بينظر أنه اتحاد الكرة يبقى ضعيف بالعكس الأهلي بحترم المجلس يحترموا كجاهة مشروعة يحترموا كأب للكرة المصرية اتحاد الكرة مش بالضرورة من الأشخاص اللي بيدروه ده حيا كان هم منهم هم متخبين من جمعية عمومية بيمثلوا كرة المصرية احنا بنطالب يكون قوي ويكون تمثيله داخل الاتحادات الإقليمية قوي جدا ده احنا بنطالب بهذا احنا بنشوف دلوقتي تونس المغرب بيعملوا إيه لفرقهم والحقيقة الحقيقة إنه أنا بريد أبيعمل للكل هو بس النادي الأهلي فلتت إنه هو إنه حتى جاء الجريش هو في كلام إنه حيرجع طيب قال الاتحاد لكن للأسف لم نتمكن من ذلك لأسباب مختلفة ذلك اللي هو إيه حل المشاكل قبل بداية كاس الأمم الأفريقية أو حسم الدوري قبل كاس الأمم وقد يرى البعض حتة اعتراف لطيفة أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة أحبك كده بس كده خلاص كده أحبك قد يرى البعض إنه ما كانش فيه توفيق في اختيار المباريات المؤجلة وترتيبها إلا إذا كده صح كده بدأنا كامل بس الجملة بدأنا نكسر حدة إنه إحنا مش هنكابر بس علشان اللي حصل ما يتكررش فبيقول البيان تكملت الجملة انت مستعجل على الجملة وقد يرى البعض أنه لم يكن هناك توفيق في بعض القرارات الخاصة بتحديد وترتيب المباريات المؤجلة خاصة في الفترة الأخيرة مع كل الأندية لكن المؤكد أيضا أنه ناتج عن مراعاة مصالح الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية دون مجاملة لأي ناد حيث نقف على مسافة واحدة من جميع الأندية فولستوب خلصنا من البطولة الأفريقية والبطولة العربية ما كملتش ليه ماتشاتك حضل أسعل هذا السؤال لأنه أنا استغلت أنا تصورت إنه هو حيجي وإليك أنا استغلت الفترة اللي بعد البطولة الكونفدرالية أحسن استغلال خلص من أكبر عدد ممكن من الماتشات ونقف بقى نتكلم هل أنت تلعب بالدولين ولا من غير الدولين وتخرج اللاعب الدولين ولا ما تخرجهم شي ويبقى بنتكلم على مباراة لكن ده ما حصلش فده اللي مخليك مش قادر تستوعد الموضوع وأنا لو حد يجاوبي على السؤال ده حاجة أرجع أقوله أنا آسف أنت كنت عندك سبب أنا مقدرتوش بس ما كنتش عرفه وعلى خيرت الله بس مش هيحصل لحد يجاوبك على السؤال ده ياريت حد يجاوبني على السؤال ده بدون خلاف لحد فينا عايز يحرج حد عايزين نفهم عشان ما نكررش لأنه أنا قلق الشديد على الكرة المصرية أنه ده بقى دستور العمل لأنه لما ينجح مرة اللي سأنا اللي هذه الضروب حيسأنا تاني إيه زي ما عطرفناش أنه ده كان يعني زي ما مكتوب كده قد يرى البعض ماشي أنه إحنا موفقناش فيه وخصوصا في الفترة الأخرانية ده خصوصا في الفترة الأخرانية شوفوا هو كده محاولة طبعا أن أنا بقول الأمور مشت بوضع ما كانش صح تمشي عليه وعلى فكرة لما تتكلم مع بعض عضم مجلس دارة الاتحاد يقول لك كده لا ده ألوح صحيح أنه ممكن يحملها المهندس عامر حسين بس عامر حسين بيتضحى به يعني الدنيا تتقزم فيقول لك عصد رجلة المسابقات لكن هنفضل على هذا الوضع العشوائي هو الحقيقة الحقيقة عامر حسين ضحية بس هو أولوح تضحى بنفسه صحيح طيب كنت واقف على مسافة واحدة بين كل الأنديا خاصة في المشاركات الخارجية لا لا خالص في الفترة الأخيرة لا وكويس أن أنت اعترفت أنه كان فيه بعض الانحيازات وبعض الأمور اللي أنت شايف أنه هي ما كانش صحة تحصل ما كانش تتعمل كده خالص لكن لما أقول حد في الاتحاد ما هو الاتحاد راعى الأهلي وقت ما الأهلي كان بيشارك لو استعرضنا المشاركات بتاعة الأهلي أنت ما أجلتش ماتش للأهلي عشان الأهلي طالب بتأجيله زي من المهند أو عشان تغيح أنت علشان حطيت جدول لأنه مش ممكن حينعمه وما أنتش عارف الأهلي هيكمل ولا لا في البطولة الأفريقية بتاعت السيزون اللي فات لغاية الفاينال فباستمرار هلعب يوم 3 11 مثلا أنت حطيت لماتش يوم 4 فياكتشف أن أنت الطرف الثاني اختار يوم 3 فيوم 14 يروح مأجله لك أنت بتأجل الطراري بناء على الجدول الأفريقي الأهلي لم يطلب منك شيئا الاتحاد الأفريقي حتى المهندس عامل حسين كان دايما بيقول الاتحاد الأفريقي عشان دمج البطولتين السنة بحيث يبدأوا أو ينتهوا قبل كاس الأمم ربك الدنيا مع الاتحاد المصري فبقى الطراري بتأجل ماتشاط للأهلي ده السبب ده ده على فكرة على فكرة المرة الوحيدة اللي الأهلي طلب تأجيل مباراة قبل ماتشط تنزانيا ها عشان السفر روفي الطلب روفي الطلب دايما فبيقول للاتحاد بعد ما اعترف الاعتراف اللطيف انه ما كانش صح يحصل اللي حصل الجملة اللي جاية مهمة ومهمة لجمهور الأهلي لانه في الأول وفي الآخر احنا كلنا ابناء الكرة المصرية والرياضة المصرية في مركب واحد يوم ما يضعوا في اتحاد الكرة ايا كان مين اللي قائمين عليه هتضيع كل الحقوق وكان دايما للأهلي يقول احنا من مصلحتنا ان يكون اتحاد كرة قوي وانا فكرت في الحلقة اللي فاتت تحاد الكرة لما كان قوي في سنة اربعة وتمانين فرض على الاندية المصرية تلعب الظروف دي من غير الدوليين اربعتاشر واحد من الان خلي بالك بقى خلي بالك بقى اه من هنا ورايح ما فيش حاجة اسمها اللعبة من غير الدوليين انت حطيتها اهو قاعدة اه لان احنا في احتراف وفي فلوس بقى بالزبط انا ما اجيبش اللعيبة ما انا جايلك فانا جايلك للمشكلة دي انت خليتني يلعب كاس مصر بدون الدوليين ورفضت اطبق نفس المعيار لما انت اتزنأت مش لما انت اتزنأت بالزبط بالزبط فليكم خلي المصر واحدة جملة الجاية مهمة يعني نهدى مع بعض ونبص لمصلحة البلد الناس اللي كنتوا بتسمعوا على لسانها كلام وجمهور الاهل بيتدايق انه الناس بتغلط في حق الاهل والناس مش عارفة حجم الاهل والناس مش عارفة قيمة الاهل والناس مش مؤدرة مكانة الاهل ولا دور الاهل لما يتقلها اللي جاي ده نقف يقول اتحاد الكرة في بيانه ونحن نقدر الاهل كناد كبير وعريق ونعتز بالعلاقة الطيبة التي تربطنا به هنا النقطة مهمة جدا تقدر الاهل شي طبيعي والاهل بيقدرك ويحترمك ونفسنا نوصل لارضية مشتركة اساسها الاحترام والتغيير والعلاقات الطيبة على فكرة هذه القيم موجودة حتى في ظل النقاط الخلافية اللي بين الاتحاد طبعاً لم يقدر لفظ بهين موسيق واحد أو بهاجم أو بحد في الاتحاد رغم الكثير من الفرص اللي كانت تشعر ان انت يعني ممكن النادي الاهل ينفع لا بالعكس كل اللي هناك جاءت من أطراف أخرى عشان كده دي نقطة مهمة وانت بتأكد وتثمن على هذه العلاقة الطيبة وعلى اعتزازك بقيمة الاهلي وعلى تقديرك لمكانة الاهلي وعلى اعترافك بدور الاهلي في الكرة المصرية لازم ان تبص بعين واحدة للكل زي ما انت بتقول انا على مسافة واحدة من الجميع احنا بنطلبك تكون على نفس المسافة في تلقي اي انتقادات تصدر بحقك لانه ايه اللي بدايق الجمهور اللي بدايق الجمهور ازدواجية المعايير الاسدواجية الكل بعدة مكيل ابو صلاقي انت بتتجاوز عن اخطاء بتقع في حقك وتتجاوز على اساءات بتصدر بشأنك وفي نفس الوقت بتفرض على النادي اللي هو بيبادلك الاحترام ويبادلك التأدير بنوع بيخلي الجمهور نفسه يشعر مشاعر سلبية الصح خلي عندك معيار واحد خلي كلمتك صريحة وواضحة على الاهل وعا الزمالك وعلى الجميع بساعتها صدقني الاهل هو اول حد هيحترم ده وهيقدرك في ده جدا لكن يبا فيه زي وجية ويبا فيه كيلبه اكتر من مكيال هو ده اللي بيغر صدر الجمهير فبيقول اتحاد الكرة في البيان بعد ما بيأكد على اعتزاجه بعراقة وقيمة ودور الاهلي وبكل مسؤولي الاندية ونتفاهم جيدا ونتفاهم جيدا اسباب طلبه الانتهاء من مسابقة الدور العام قبل بطولة الامم هو لما تتكلم معاهم هم بيقروا باللو باللي يقولوا ده احنا متفاهمين ده والله وفاهمين انه ده صح يعني لا الجملة دي مهمة جدا يعني الاهلي مش عاملها من باب العين ده والاستعراض ايوه يبا كل اللي كان بيقول عليكم الاهلي بيعند والاهلي غاو مش ياكل والاهلي اصلا مش عارف ايه ادراكتوا دلوقتي انه كان بيتكلم صح وانه انتوا في سركوا كنت بتقولوا كلامه بس مش عايزين تعلوا صوتكو بيقول الاتحاد وانا تفاهم جيدا اسباب طلبه الانتهاء من مسابقة الدور العام قبل بطولة الامم وهو حق مشروع مش عشان الاهلي بيعند ومش عشان الاهلي عايز مصلحته ومش عشان الاهلي ما بيفكرش اللي في نفسه ومش عشان الاهلي دايما بيعمل لنا المشكلة لا اتحاد الكورة هو اللي بيقول وهو بيتفاهم مطلب الاهلي وهو حق مشروع يهدف به صالح كل الاندية ولو سمعتكو دلوقتي المهندس فرج عام الرئيس نادس موحة مبارح كاتب تغريدة ان احنا بنتضامن مع الاهلي والاهلي بيتكلم الصح والاهلي بيدفع على حقه كل الاندية والاهلي عمره ما كان بيتكلم على مصلحة الوحدة عارف قال ايه اه هنا انا سمعت من الصوت فكده بقى اللي بلقيته على اللي هو اه وعمل مداخلة صحيح قال كده قال كلمة مهمة جدا قال بيان الاهلي اتكتب بكل اللي كان نفسي اكتبه ام يعني ما جاء بيان الاهلي كل اللي كنت اتمنى ان اقوله قيلة في هذا البيان طيب وده بقى لا حيهبط ولا عنده مشكلة ولا عنده مشكلة ولا حيلعب الاهلي ولا حيلعب الاهلي ولا حيلعب زمالك اه مش طرف في الموضوع انما هو وراجل برلماني اه مراقب بس لما اتحاد الكورة يقول اللي قاله فرج عامر بشأن بيان الاهلي يبقى احنا في تطور ايجابي يبقى احنا لازما نبص للامور بنظرة تانية شان الصغار اللي بت بتقس المسألة غلط فبيقول الاتحاد انه الاهلي في حق مشروع يهدف به صالح كل الاندية وهي بالطبع مطالب كل الاندية يعني حتى ده هو شايف ان ده مطلب كل الاندية وزي ما قلتلكم انا شخصيا مستغرب هي الزمالكو بيرامدز والمصري اللي حيشاركوا ان شاء الله في البطولة الافريقية السنة جاء البطولتين سكتين ليه سكتين ليه ازاي كنت هتسجله في افريقيا عارف ليه تم الاعتياد عن الاهلي هو اللي بعلق الجرس في رقبة القط وهو دائما الاهلي الذي يحارب من اجل الحقوق فاذا وصل الى شيء الكل يستفيد واذا لم يصل الى شيء اصبح هو العدو والمستهدف وده شغل شغل يعني منورات مش مجالها الرياضة اه اذا اب انت وربك فقاتله انها هنا قاعدون قاعدون لك سيبت يبقى احنا معاك اه وعايزين من غنام كمان اه اه طبعا بيقول الاتحاد والاتحاد والكرة وهي بالطبع مطلب كل الاندية ونأمل ونأمل تنفيذ كل ما يخدم الكرة المصرية لكن رغبة النادي الاهلي والتي هي رغبتنا بالاساس جديدة ياريت الكلمتين دولة وتقالوا كنا قاعدنا معاهم كنت فيين كنت فيين بيقولك وهي رغبتنا بالاساس بانهاء بطولة الدوري قبل كأس الامم اصبحت تصطدم بالامر الواقع اللي انا قلته لكم باش حطيت فضلت ساكت فضلت ما بتحلش والساعة بتمضي والسابة بتحسب لغاية لما وصلت لخطوط اللي راجعة بقى الوقت خلص الحايز القانوني بدأ الجهاز الفني اللي المنتخب بيتمسك بلعبته بدأنا ندخل في مشاكل اللعيبة الاجانب سافرت لمنتخباتها بدأنا ندخل في الامر الواقع ايه اللي وصلنا ليه العناد في عدم ايجاد الحل اللي انتوا شايفين ان ده كان صح وان تأتي متأخرا خير من ان لا تأتي العناد للاخر ما كانش حيفيد اي حد وهقولكو بعد ما نخلص البيان الحل البديل ايه فبيقول للاتحاد اصبحت تصطدم بالامر الواقع او بالواقع وهو ان الوقت لم يعد سامحا بذلك كما ان استكمال البطولة بدون اللاعبين الدوليين يحتاج موافقة كل الاندية وقد يعرض المسابقة لعدم القانونية ودي نقطة محتاجة توضيح يعني ايه لو لعبنا من غير الدوليين دي تعرض المسابقة للطعام ممكن نقف هنا لحظة فضل المدهش انك تسمع كلام يقولك صرح مصدر مسؤول بالتحاد الكرة ان النادي الاهلي لو استمر في اجراءاته يهدد عن نشاط الكرة وفي مصر هو انت الذي صرحت اذا كان حد صرح مش بالضرورة انا اصدق كل الابقراء لكن اذا كان فيه مصدر مسؤول دايب غير مسؤول لسبب هو كده اكنه يعترف انها ثمت اخطاء وردت في تنظيم هذه المسابقة تستوجب الغاها او تستوجب حساب الاتحاد عليها او صارت بغير يعني مساوق قانوني او في خارج الاحترام اللائحي للمسابقات او بما يخالف لوائح اللعب النظيف والفيفا كلها الكلمة اللي تقالت دي دي كلمة بسيطة لكن تحمل كل هذه المعاني فلما تيجي النهاردة يعني يعني انا كان نفسي بس بس ما عملتش كده ونقول لك ما عملتش كده ليه ما بتجاوبش يعني ما فيش اجابة او هتقولي الوقت كان فيه وقت بس الوقت ده كان هيخلي ناس تتزنق زنقتك ايوه اللي انت محدش اللي كان ده كانوا بيحسدوك على زنقتك دي يعني كانوا بيحسدوك ان كده بتأجل لك ما تشط وهم بيتمتعوا الانفراد بالقمة في غيبة من مشاركاتك اهه والعيبتك عمالة تتمزع وتتقطع وتصاب وانت سافر وتنهك وبيشق الانفس تلعب هنا وتلعب هنا وتلعب هنا فالمسألة كل كلمة بتتقال اه انا عجبني اه طريق اه يعني سردك للبيان ومنخشتك ليه حتقولي بس دي اه بس دي قبل ما تقولها وقبل ما تنسى انت ها 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 علشان دي كل كلمة البان ده مكتوم متسدف كويس طيب الجزئية بتاعت لو كنا لعبنا بدون الدوليين اه اه استنوا انا بانسى. طب انت اللي عارتيني كاس ماصر ليه من غير الدولية. وجدت عايزة تلعب من الداخلية بدون الدولية. واجبعت لي قلعب بدون الداخلية. الداخلية بدون الدولية. عشان انا النادي الكبير اللي بيترفع. اللي انت شايف النقوة. وبيتعاون. وساعة الجد تهاجمه تقوله بتعمل لي مشاكل كده ليه. مش ممكن. يعني انت عارف احنا عايشين المشهد فيه واحد صغير او راجل صوته عالي ولسانه وزالف. اه. ما سجاره المحترم في الطلعة والنازلة يبثب فيه واشتمه. فمر راجل زيه منه. قال له عب بقى خليك راجل مهزب. ما تزودهاش. قال له مشوف الراجل. انت ازداد تكلمني كده هي دي مبادئك وتربيتك. ايه. تبتدي تبتذب مبادئك وتربيتك. اه. ولزالك تاني. البهوات اللي مستنيين انهم ياخدوا بطولة. تجي لهم على حجرهم. نتيجة ان الاهلي يكون على قدر من السزاجة. وقال لك طب مش لعب. لا يا حبيبي. في فرق بين ان ادافع عن حق ايه. وحافظ على مصالح. وحافظ على مصالح ايه. وحارب فيها. انت على فكرة ممكن الليلة دي تكتمل وزا مالك مو عنده فرصة ياخد الدول. اه. بس انت تبقى عملته كل اللي عليه. بس انت مشيت صح. اه. الاهلي يتحمل يلعب من غير الدوليين. وفيها تضحية. يعني حتى مصطفى شوبر اللي قلنا هيلعب موجود مع شو غريب في المعسكر البرة مع المنتخب الوليمبي. فهيلعب على اللطف الوحده. لو جاله برد تجيب حارس من تحت خالص احمد طارق او اي ناشئ يوقف جون. كان عندك استعداد لده. عشان الناس اللي بتتكلم على الحلول البديلة. ده الحل مدام دخلنا في الحيز القانوني. اصبح خلاص مفيش حل لتلعب في الفترة دي بدون الدوليين. طيب هنلعب بدون الدوليين. هنضحي. شريف في المستشفى والشنوى في المنتخب. اوكي. ايه حكاية ان ساعتها هتتهم المسابقة غير قانونية. نمص على جدول الترتيب دلوقت. جدول الترتيب بتاع الاندية الحاليا. اي نادي حيدار من انه اللي فوق منه او اللي تحت منه استفاد من يعني مثلا ايه? الاهلي هيلعب مع المقاولين. الاهلي هيلعب مع المقاولين والاهلي نقصوا عشر لعيبة. اللي في المنتخب الولومبي واللي في المنتخب الاول والاجانب اللي سافروا. طيب. المقاولين اللي عنده تمانية واربعين نقطة. لو استفاد من فوز الاهلي. مش هيغير في وضعه. هيفضل المقاولين زي ما هو. معدد ثلاثة اللي فوق. لكنه. لا. ابو صلاة الاسماعيلي هيلعب الزمالك. طب الاسماعيلي لو كسب الزمالك. التلاتة واربعين بتاعته. بقت سبق بقت ستة واربعين. خاد المركز من المقاصة. المقاصة هيسكت? حقه يشتكي. حقه يبعد دواب. هيتفيد ايه المركز? لا بغد النظر ما هو. في النهاية في مركز قانوني هو الناحية القانونية ملكش دعوة. انا هاخد كنا. لا لا. ممكن ممكن. اه ممكن. اه اه توصل لسيغ. اه 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 اه. اللا هو اكتر من انه بيتروي وجدت وهو مهدد. ومش بالضرورة يهبط. طب اش منزل. انما انا لما يكون عندي حق ان انا اطلع السابع مطلعش السادس. طب انت اللي اضرتني. الجونة دلوقتي هيلعب الزمالك. هيلعب من غير الدوليين. هيستفيد. طبعا. طبعا. هيعلى في الترتيب. لا ده الانزيل اللي هبطت. طيب اي حد نزل مجرد ما المسابقة انتهت بشكل غير اللي بدأت بيه هيتكلموا على تكافؤ الفرص. في ناس لعبت ناس بدوليين ورجعوا لعبوا ناس تانية من غير دوليين. اول حاجة ده ينصف قانونية المسابقة. يعني حتى كنت هتكمل وتفاجأ بقرار الغاء هذه المسابقة وكانها لم تكن. دي مشكلة عشان كده اتحادوا الكرة قال. لو الاندية موافقة تلعب من غير الدوليين تجيني موافقة من الجميع. كل نادم الاندية الثمنتاشر يبعت انه موافق ان المسابقة تستكمل بدون اللاعبين الدوليين. لان انت هي مش قصرة على ده بس. ما انت الاهل والاسماعيل هتتخذ منه لعيبة. المقاولين عنده الهدف بتاعه. الاهل منه لعيبة. وهكذا. فكانت المسألة هتكون عرضة للطعن في قانونيات. غير اللي موجودين في الانتخابات الليلومبية. غير اللي بره. فبيقول الاتحاد في البيان بتاعه انه حتى اللعب من غير الدوليين كحل كان يحتاج موافقة جميع الاندية. وطبعا الاندية اللي هبطت لابدة في الضرق. ما عادة. ما عادة لو كنت خلصت ما تشتك وبقيت على الاهل والزمالك. لكن لو انت كنت خلصت كل الناس دول وسبت الاهل والزمالك لوحدهم. يصفوا بعض. يلعبوا مع بعض بالدوليين هم احرار. يلعبوا من غير الدوليين مفيش اطراف اخرى مدارة. هما الاتنين مع بعض. ساعتها ما كانش فيه طرف تالت هيتكلم. انما الفكرة دلوقتي. انت فضلت الساكت لغاية لما حتى ورقة اللعب من غير الدوليين اتحرقت. فقال الاتحاد وفيما يتعلق بالقيد الافريقي. هنا مربط الحصان او مربط الفرس واساس الازمة. كل مكان حد يتكلم على القيد محلولا ان شاء الله. يا عم طب قولي. الاتحاد الافريقي بعت لكم جواب. خبيتوا الجواب وم طلعتوش للاندية. اتحاد الافريقي بعت قال لهم القيد وانا هقول لكم دلوقتي تسلسل القيد الافريقي. لانه بشكل او باخر المسألة كانت محتاجة حلول تقدر تحسن بها مسألة ازاي ما توصلش لتصادم مع الاتحاد الافريقي وتخسر فترة القيد القانونية. ده خطاب الاندية اللي الاتحاد الافريقي بعته وقال لهم على موعيد القيد. القيد يا سيدي حدد الاتحاد الافريقي. موعيد فتح واغلاق قيد اللاعبين في قوائم الفرع المشاركة في النسخة القادمة من دور الابطال والكون فدرالية. على النحو التالي. من واحد لتلاتين ستة المرحلة الاولى. يعني شغالة دلوقتي. من واحد لتلاتين ستة. امكانية تسمح باضافة اللاعبين تسجل دلوقتي قائمة اولية. بس لغاية عشرة سبعة تقدر تعمل تعديلات بدون غرامات. اللي هي من واحد سبعة لعشرة سبعة. ايوة. يبقى انت دلوقتي ده الوضع الطبيعي. لغاية عشرة سبعة بتغير بدون غرامات. طيب. من حداشر لعشرين سبعة. بغرامات. لتسجيل اللاعبين مع فرض غرامة متين وخمسين دولار على على النادي لو هيغير لعب. يبقى الراس بمتين وخمسين دولار. ده امتى? من حداشر لعشرين. من حداشر لعشرين سبعة. من عشرين سبعة الواحد وثلاثين. من واحد وعشرين سبعة. لواحد وثلاثين سبعة. خمسمية دولار. خمسمية دولار. وما العبش معك. بس هتفقدوا. الـ 64 والـ 32 في الأدوار الأولى قبل دور المجموعات ما يلعبش معاك يدخل معاك على دور المجموعات ودي الخسارة الفنية طيب بعد 31 سبعة انسى ما فيش خلاص خلصت الحدود عشان كده لما الآله كان بيقولهم يا جماعة يا جماعة الوضع غلط خطر خطر على كل الأندية الآله كل الحرب اللي شغالة وكل المشكلة المصارحة عشان دي كل الدعم اللي حنعمله عشان إذا كان فيه حد حيمشي ولا حد حييجي عشان البطولات الإفريقية بالضبط يا إما هجيب الناس في توقيت متأخر هتصربعنا في الوقت هيجي للمنطس عادلة عايز يحصن صفقة بسرعة لأنه الدورة يخلص 28 والباب يقتفل 31 يعني عندك 48 ساعة مطلوب تنجز كل حاجة يا جماعة حلو دي محدش بيرد يا جماعة دي مشكلة كبيرة محدش بيرد المشكلة عمال تكبر والأهلي لو كان في وقتكو أنه هنعيد لكم كل الخطابات اللي الأهلي كتبها والبيانات اللي طلعها بيرتكز على أزمة القيد الناس متابعة وحافظك كله حافظ أزمة القيد يعني أنت تخرج من هنا الناس متكلمك في كل كلمة أه أزمة القيد وإنقاذ الموسم الجديد لا خناءة ولا مشاكل احنا بنونا على مشكلة حقيقية حلولنا دي بدليل بدليل إن هو جري وساعة واستطاع أن يصل إلى حال الجملة الجاية هي الحاسمة بقى الشافية لأنه طب ما كان من الأول ما كانش حصل كل اللي حصل أما وإنه وصلتني للنقطة دي تشكر كده وصلنا لنقطة التقاء بنتكلم عليها حل معقول كده بنتكلم صح قال البيان وفيما يتعلق بالقيد الأفريقي إن الاتحاد المصر لكرة القدم قام بمخاطبة الاتحاد الأفريقي خير وطلب ترحيل فترة القيد المحددة من 30 يونيو إلى 5 أغسطس زودتني أسبوع كده بتسهينة بقى حلو قوي زودتني أسبوع ودي كويس أي لأن بدلا ما يعني هو عمل حسابه أنه ماتش آخر ماتش يبقى آخر ماتش في كاس الأمم ولا في الدوري لا في كاس الأمم في كاس الأمم أنت هتخلص 19 معلش وبعد كده الدور مقترح هو بقى في الدوري إنه خلص 29 مش كده ولا ولا 27 مقترح في الجدول اللي لنزلوا 30 سبعة أهل وزمالك 30 آه حيبقى عندك 31 و خمس أيام ست أيام ست أيام من بعد آخر ماتش آه لو لو الدنيا مشت بالطريقة دي يعني آه آه وعندك يوم آه بوضع 30 ده يوم آه فالدلوقتي أنت عندك ست أيام هم هيبقى عندك ست أيام مزنوقة بس آه غني آه ستة غني واحد آه في حل آه لكن الإشكالية بقى وانت بتقول إن فترة القيد من 30 لخمسة ما هو النص الأولاني ها يعني أنا أتمنى إن الخمس سيام دول يضافوا على المتين وخمسين ألف دولار ليه عشان لو فيه أي إضافات ساعتها يبقى أنت بتلعب بين فترة القيدة الأفريقية في دول الـ 32 و الـ 64 طيب لأن دي المهمة آه دي اللي لسه عايزة توضيح تمام وقال للاتحاد إنه التمديد ده للقيدة الأفريقي اللي طلبه من الاتحاد الأفريقي بيستدد إلى إعادة نهاء دوري أبطال أفريقيا أنت كده كده هتلعب في مصر أو هتلعب في أرض محايدة مباراة الوداد والتراج المعادة فمرتبطة بخيد برضو ما هو دول أطراف مشاركة ويسعى الاتحاد المصري لقودة القدم بقال يلحق أي ضرر فني أو أدبي بالأندية المصرية التي تقرر مشاركتها في البطولة الأفريقية في الموسم الجديد وده نقطة مهمة جدا ما تسيبنيش لوحدي أنت الاتحاد المصري أنا بمثل الاتحاد المصري أنا عضو في الاتحاد المصري أنا بشارك في البطولة القرية معتمدا كبطل من الاتحاد المصري فما تسيبنيش أنا مني للكاف مني كنادي سواء الأهل الزمالك بيرامدز المصري لأن ده لأتشارك لازم أنت تتطلع بمسؤولياتك هو بس في نقطة هنا بقى يقول لك أنا هكون متعاهد أنه ما يلحقش أي ضرر لأدبي ولا فني ولا رياضي بأي نادي أنا وأنا وأنا بقرأ كل الأمور وبربطها ببعضها بيقفز لزيني سؤال أرجو أن يكون فكر فيه وربما اتفق عليه كمان أنت الوقت يقول لهم أهلي وزمالك دور الأبطال بيرامدز ومصري كون فضر ليه مع أن نظريا بيرامدز عنده فرصة يطلع تاني وإن كان صعب لكن عنده بيرامدز خلص مطشاته خلاله فهو منتظر الزمالك هيتعدل ثلاث مطشاته يخسر له مطش في الحالة دي النتائج المباشرة للبيرامد هترجع كفته أنه أخذ المركز التاني إلا إذا كان قد اتفق فعلا مع الأندية التلاتة والأهلي في كل الأحوال راح دور الأبطال رايح رايح لأنه أول تاني بالظبط بإذن الله أول يعني إن شاء الله طيب الثلاث أندية التانيين والمصري كونفدرالية ما يشحى يبقى هو لأنه الرابع فبديل هي الإشكالية بين الزمالك وبرامد هل تم الاتفاق معهم على هذا الترتيب مهما حصل ولا حيغير لا والمصري رابع على أساس بديلا عن بطل الكاس لأنه الكاس هيبقى تأخر أولا لأنه الكاس هيتعمل في شهر التسعة بداية الموسم الجديد لا ما خلاص المصري رابع محدش بينزعه أي يعني لو كان المولون المولين خلاص يعني فرصته إنما المصري رابع أي فأنت دلوقتي يبقى السؤال هل سيطالب بيرامدز لو حصل الأمر الصعب وحدث هذا وبقى هو التاني هل سيطالب بتعديل المشاركات تم الاتفاق على هذا ولا خلاص هي كده لأنه في وضع قانوني هنا وهلو بقى تاني الدوري وانت أجلت فترة القيد الإفريقي خلاص هيبقى من حقه يبقى كده إحنا الاتحاد نزع فتيل الأزمة حل مشكلة القيد بشكل إلى حد ما يرضي الأطراف اللي هتشارك إنه اطلع بمسؤوليته كاتحاد ساعة إنه يمدد فترة القيد لخمسة أغسط تدى لك أسبوع رقم اتنين تعهد بإنه يتحمل أي نتيجة تلحق بأي ضرر فني أدبي مادي للأندية يعني النقطة اللي أثارها المهندس العدي إنه لا ما تمدليش ويروح يدفعنا 200 و50 دولار على أي تغيير فقال لك لا الاتحاد بيتعهد إنه ما يلحقش أي ضرر لفني ولا مادي بأي نادي كويس حسنا فعل عشان كده بقول لكم في نقاط كتيرة أن تأتي متأخرا خيره من قلة تأتي تيجي متأخر بكل ده بما فيه من تأدير وما فيه من رغبة وما فيه من أرضية مشتركة ده كويس ده كويس ولازم أن نبني عليه كمان نأخذ تعهدات كافية إنه ده ما يتكررش إنك تتكيل بمكيال واحد إنك تشتغل بمسطرة واحدة إنك تعامل الجميع بدستور واحد طيب بيقول البيان بعد ما حل مشكلة القيد طيب العشوائية اللي أنت فيها السنة دي الفوضى اللي إحنا فيها الكلام اللي المهندس عادلي بيقوله من شوية هو ليه الدور الإنجليزي يكون درجة السلامة في التنظيم بتاعته ومية في المية لا وإحنا وإنت زيره في المية وإنت بتحترمها إنت بتتعامل معاه معتارب بيها أولا بتحترمها وسانيا بتتفرج عليها وسانيا فرحم بيها وسالسا منبهر ومبهور بيها طب وإنت فين هل معقول أنا النهاردة في عشرين تسعتاشر أجي أقول أن أنا أشوف حد ينظم للمسابقات أنا اللي كنت بعلم الدنيا كلها يعني تنظيم مسابقات ارجع لكتالوجك القديم مش مطلوب أكتر من كده حاب يرجع لكتالوجي القديم عمل إيه قال البيان وفي ذات الوقت فإن اتحاد الكرة قرر تشكيل لجنة يترأسها نائب رئيس الاتحاد كابتن أحمد شمير وتضم خبراء متخصصين بإعداد مشروع لائحة متكاملة للمسابقات المحلية على أن يقوم مجلس إدارة الاتحاد بمراجعتها ومخاطبة الأندية لعرض مشروع هذه اللائحة قبل اعتمادها لتكون ضمانة لحقوق الجميع وملزمة لكل الأطراف بما يضمن الاحترافية في إدارة اللعبة هنا أهم حاجة تصور بقى بدأنا نمشي صح رغم أن أنا مش موافق على أن أجيب خبير يعمل لي دي لكن أستاذ إبراهيم مجرد أنك هتجيب نظام مطبق في بلد محترمة كرويا ومنظمة ده في حد ذاته ضمان حيادية وشفافية أنت هتجيب لجنة وأتمنى أن اختيار كابتن أحمد شبير المرة دي ما بقاش بالزهنية اللي فاتت لأنه لما اختير للجنة حل المشكلة المرة اللي فاتت طلع كابتن متحد شلب وقال المهندس هنا بريد اختار أحمد شبير عشان يحرقه كده فأتمنى أنه أي تفسيرات اللي فسانه ما تبقاش فيه هل اللجنة دي ليه صلاحية اللجنة دي هتضم مع كابتن شبير مجموعة من المتخصصين بحسب ما قال البيان تعمل ايه هتعمل مشروع لايحة للمسابقة متكاملة بجدولها بضوابطها بمواعدها بمؤجلاتها بتأجيلاتها بعقباتها بكل ما كل العقوبات اللي فيها يتضم لايحة المسابقة انتعرف ديها سيد براهي وتعرض على الأندية كلها انتعرف دا كان دور مين اه لجنة الأندية بالزبط وده اللي أنا كنت أقول لك يعني هو دا لو كنت عندك لجنة الأندية قوية قوية مش هتتشكل برضو بنفس الطريقة لو عندك لجنة الأندية فعلا بتبص المصلحة العامة قوية بص لجنة الأندية دي كل الخلافة عليها صدقنا أنا هيبقى في حتتين طبعا لجنة الحكام يجب أن تكون مستقلة عن الجميع عن الأندية عن الاتحاد كما دا هي أنا روحت في أسبانيا زورت في مبنى الوحديها منفصل منفصل ما بتلمسش معها ما بيعودش مش كل يوم التاني مسئولي يطلع داخل الرحمن فأنت اللجنة دي الحقوق 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 دا مربط الفرص لأن نمر واحد من مسئولات اللجنة دي الحقوق التسويقية إنها الأموال إزاي تجيب أموال متوزحها إزاي لدرجة إنها في إنجلترا بتدي جزء للاتحاد هي بتتبرع به 3% ها علشان يدوها للدرجات الأقل إسهما منهم بريميا ملي في إن إحنا بنساعد للتعامل فبيتدور وده مبلغ كبير لأن قيمة الاتحاد قيمة تسويقية للدورة الإنجليزية عالية جدا فأنت الوقت هجيب اللجنة دي لو قرروا هذا ما هو دام من ضمن الحاجات اللي يجب أن تتبعز وإلا إذا كان الاتحاد يحتفظ نفسه بإدارة الحقوق التسويقية ما إحنا برضو نخش في خلافات كتير خلينا بقى مرة واحدة نقطع العرق ونسيع دمه طيب أنت كنادي هو هيجي لك هيجي لك بالمشروع بتاعه وكل الأندية من حقها هتناقش هذا المشروع تحط وضيف وضيف بس خلينا نكون مرة عندنا الرغبة في أن احنا نوصل للكلمة الأخيرة بس أنت قبل الموسم أنه عايز يوصل للدرجة الاحترافية في إدارة اللعبة قبل الموسم قبل الموسم ما حدش عارف المواقف اللي حقابله أه أه غالبا الناس كلها هتبقى محدش شايف انه وضعه مهدد فهيحط لك بند يحميه محدش شايف يعني لسه هو هتبقى الخلافات كلها في إدارة الأموال اللجنة لنائب رئيس الاتحاد ومجموعة المتفصلين هيحطوا مشروع اللايحة الكاملة للمسابقة نفسي ما نفرقش علينا حد تاني اللي اتحاد المصري ده قلناها كتير السنة اللي بعد الجاية هيحتفل بمئة سنة ده هو أحد أربعة أسسوا الاتحاد الافريقي بالضبط اتحاد الافريقي اللي احنا هنستقبل البطولة بتاعته بعد أسبوع انت اللي أسسته انت بدأت في 21 والاتحاد الافريقي في 57 انت أقدم من كل دول انت اللي علمت افريقيا كلها تلعب كورة واتنظم كورة مش هقول للعالم العربي لا افريقيا نفسها كلها وحتى هزيا كانت بتعتمد فيه وكله بيعتمد على الكوادر والفكر المصري بس بيروحوا يلعوا ناس يسمع كلامهم هو ليه المصري بينجح في الخليج المناخ بيسمع كلامه فتجد ان الكوادر المصريه عارفة عارفة تشتغل بما يرضي الله هناك لكن هنا الضغوط 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 وانا كنت بشوف يعني ازاي لما كنت تكلم فمثلا مهندس شريف خشبة نعمل ليحة راح مطلع عليه وكان يكلمني بالليه اللي واحد اشتكيلي عارفة ضغوط اللي بيلاقيها عشان يحط لايحة لايحة متفصلة على مشاكل محددة فعالية مرهقة جدا انك تشتغل تحت ضغوط فانت لما تبتدي قبل الموسم يا سيد إبراهيم مع نموذج من دولة احترافية عليا ارجو انها تكون انجلطيرة عشان نخلص بالمرة يعني هتقول لي ظروف مختلفة يا ريت انت تجيب شوف احنا دايما وابدا مدام عايز تعمل حاجة اول حاجة تتكلم فيها العراقية اللي يقول لك اصف الظروف مختلفة يا عمي الظروف مختلفة انا مش هستنبط النظام مية في المية بس اقف عن تمانين في المية مختلفة في ايه مختلفة في ايه في اللي بيطبق بالزبط مش في النظام نفسه بالزبط بالزبط وهو الجدل بتاعك اللي تحط السنادي لو كان اتطبق كنت انت النهاردة عندك مشكلة المشكلة في اللي بينفذ المشكلة في عسكار المروري بياخد نمرة العربية فيسه حسني فما ياخدش نمرة العربية او ما ياخدش نمرة بتاعت حد شايف انه مسؤول لا خد نمرة اي حد خد فيه خط على فكرة انا في الشيخ زايد فيه خطوط في الشارع فبسأل حاجات جديدة بتتطبق انا مصوت منها جدا يقول لك انت اوقف في الاشارة فالعربية عدت الخط ده وانت في الاشارة اطلقات يا حبيب وخدت مخالفة اه الكترونية هو ده الشغل ايوه حنبتدي نتعلم الرقابة حد يوطي جنبك يقول لك خدت مخالفة باشمونتي يا راجل ده نواقف اهو لا بس انت عديت الخط تيجي المرة الجاية اللي امكان حتعديه بالزبط طيب اذا احنا بنتكلم على مكاسب بنتكلم على فيه رغبة وفيه ارادة وفيه ضوابط وفيه تعهدات بان ده هيحصل واحنا وانتم رائعين على فكرة هنشوف ده كلام متصدر المرة دي بقى بجد يعني متصدر وربنا يقدر يخدها بمنتع الاهتمام خلينا نبقى برضو نحمل الناس مسؤولياتهم احنا قولنا قبل كده لو احنا في البعكاكة دي كلها وعايزين نلجأ للانتحاد الدولة هنروحنا بريد واحد عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي بقالوا سنين كان من ضمن اللجنة اللي بتصير لوايح الكرة في العالم لو عزل نفسه المهندس انا بريد عن ظروف المؤسرات اللي هنا المؤسرات اللي هنا ها هيشتغل طب اقولك حاجة لو قفل تليفونه غير على اعضاء الاتحاد كان ده ما نحل مشاكل كتير جدا فلما يبقى عندك حد زي هنا بريدة والكابتن احمد شبير ناب رئيس الاتحاد مش عايز يعني الباقي كلهم ناس افاضل بس مدام انت حطيت احمد شبير في وش المدفع وهيطلع بالمسئولية بتاعته الكبيرة بكل خبراته وبكل رغبته ما انتوا في النهاية واحنا بنترحم على كل العظماء الكبار اللي قدروا الكرة في مصر بنذكرهم بكل خير خلينا نذكركم او خلي الاجيال اللي جاية باذن الله تذكركم بنفس الخير يقول ان اللي حط النظام الحلو قوي ده المحترم اللي خلص مصر من مشاكل كتير فلان وفلان اللي كان فيه فلان ولي كان مفاوض بفلان اه هنفرح لكم خلوا الناس تذكر لكم حاجة كويسة عندكم الفرصة عندكم الفرصة ان احنا ما نفرجش الناس علينا تاني عندكم فرصة ان احنا ما نخليش العالم العربي والاشقاء العرب بصين على الكرة المصرية وبتدرب بالعشوائية العجيبة قوي دي وبالتجاوزات وبالإساءات وبالتلقيحات وبكل الحاجات الفاجة اللي انتم ما بتاخدوش فيها قرارات يعني هل يليق هل يليق ان الاتحاد السعودي يحط سقف للرواتب عشان الدنيا ما تفلتش واحنا فجرنا السوق المصري هل يليق اين اتحاد الكرة لو جاي من اول الموسم بارا حطت السقف ده مش بدعة هو حافظ على الاقتصال السوق مليون وخمسين الف ريال يعني حوالي ستة مليون جنيه خلاص هو دي ده السقف اشتغل على كده عشان الاندية تعرف تعيش بالزبط انما يعني هتعمل ايه يعني تعرف انت تعرف الدور السعودي وكان يعني ده القرارات الاخيرة للسايد تورك الشيخ قبل ما يسيب رعاية الشباب ولا الرياضة والشباب وكانت غريبة ان ده يحصل في السعودية وعكسه يحصل في مصر تورك الشيخ في السعودية عمل قرار انك انت كل اللعيبة المحترفين كل نادي ملوش حق الا في تسع لعيبة او ست لعيبة عقدهم مليون ومتين وخمسين الف ريال السقف بعد كده فئة تانية مليون ريال الفئة الاجبر تحت المليون ريال خلاص حفاظا على ابتصاد السوق ده يحصل في السعودية وينيجي هنا الاهل يفاوض نلاعب عشان يجيبه بخمسة مليون جنيه يروح باعيت له اتنين مليون دولار طب وده سوء فيين تكافه الفرص وفين اللعب المال النظيف مش موجود طب موجود هناك ليه مش موجود هنا بس انا مقدرش يقلوم لابيرامد زول غيره قلوم الاتحاد المصري بزا لو حطيت السقف كانت خلصنا انت بتحافظ على الانديا المصرية ومش الاهل بس كل الانديا بما ان في مشاكل وصلت الى هذه الدرجة ما تيجي نحلها ما احنا فيها حط سقف عارف عمل وهناك قالك طب العقود الاديمة خلاص بقى لما تصف لا عمل ايه عمل قرار يلزم كل لاعب في عقد اديم يزيد عن هذه القيمة بالتبرع بنص القيمة لصالح البنية التحتية للنادي يعني انت كان عقدك 3 مليون بس خلاص بقى فيه قرار صادر بس ده يعني هو حيمشي في اخلال بالتعاقد حيمشي في منظور العرف مش اللائحة يعني حيمشي بالتفاهم اللاعب السعودين المحليين حيلتزموا بيه لكن اي واحد اجنبي يقولك انا مال بني تيل لحد عم بس هو خلاص هو ده قرار يلزموا بيه فيقولك ده قرار فوقي ينفذ على الجميع الاصد انت كاتحاد كرة بقى لا تقولي لا بيرامدز ولا سين ولا صادر ارجوكوا عاملوا الكل معاملة واحدة افردوا نظام واحد على الكبير قبل الصغير نفذوا مصطرة واحدة على الجميع لو كنا فعلا جدين في ان احنا نعمل اصلاح يخلي كل الانديه على ارضها مشتركة ونحافظ على حاجة اخلاقية جدا وإدارية اسمها قانون اللعب المالي النظيف المالي النظيف بس اللي هو بيراقب حركة الاموال في الانديه بالضبط والانتقالات لما بتعمل السقف ده انت بيسهل عليك الرقابة المالية ده المان سيتي مهدد دلوقتي عنده خارق اللعب المالي النظيف يعني دي مبادئ يا جماعة عالميا متعرف عليها وحرصين عليها وفي انديه وحرصين عليها انك تتمنع من القيدة عشان تجاوزت حد معين هو طالب فيه نادي او اتنين كده يعني يعني خلاص يعني غم عنيك يا كابتن شوير ومتبصش لاتين ولا صاد ولا حد له شفاعة مدومنا هنعمل ليحة واحدة ومسابقة واحدة الجميع يحترمها والجميع يلتزم ببنوتها قال الاتحاد في المشكلة اللي النادي الاهلي اشار اليها وحذر منها واشتكى منها وطالب بيها تقنية حكم الفار حكم الفيديو المساعد اللي ديشك بقى استاذ الرئيم في موضوع الفار ده تجد تليح الكلام من ناس محددة يقولك وليه اللي قال لي مش عايز الفار وليه اللي مش عايز الاجانب ده احنا والناس طلبنا رسمي انما انت وقت ما تحبوا تقروا ووقت ما تحبوا تتجاهلوا ده موضوع تاني قال الاتحاد في البيان فيما يخص الفار قدم بدأ بالفعل احنا الهدف انك فعلا تحفظ حقه كل الاندية وتساعد في ارتقاء من منظومة التحكيم طيب لو التكلفة عشرة النادي من خلال عقود الرعاية بتاعته على اثنين في المية الاتحاد عنده رعاية لازم ان يساهم الوزارة لازم ان تساهم بحيث انه مفيش طرف لوحده يشيل الليلة والله انت عارف ساعة الجد ولو ان ده يعني مش يعني كنا تخلصنا منه لكن ممكن الاتحاد والوزارة يشيلوها دي ايوه انا بقولك يعني يعني في تطوير الكورة المصرية الامر يستحق يستحق يعني دي منية تحتية بالضبط طيب بيان بهذا الشكل لازم ان يتقري بالجزء الايجابي وعشان نبقى ايجابيين حاولنا ان احنا نقف عند النقاط اللي احنا شايفين فيها بارقة امل كويسة وارضية جيدة يحتاج ان احنا نقف عندها ونبني عليها كل اللي انت قريته ده اهه جاء في طلب النادي الاهلي في اخر فقرة في البان بتاعه ايه عايزين نقعد ونتفق ونتكلم عالسيزون الجاي هنعمل في ايه مش مكتوبة كده ايوا بالضبط عايزين ننقذ القيد حليلك المشاكل ده كلها ولم يتبقى غير المشكلة اللي هو اللي حضر فيها ما هي الاساسية المعاد بتاع المباريات طيب هو طلع جدول انت كنادي اهلي عندك خيارين انت مشيت في الشق القانوني وده اسلوب حضاري محترم اللي مختلف معاك يقدرك فيه انت رحت لجهات التقاضي عظيم الى ان يبدت القضاء في امرك ما عندكش الا ده ما عندكش الا ده كاهلي كمقولين كزمالك كاسماعيلي كجونة الاندية اللي لسه لها مباريات لو بدت القضاء من خلال لجنة التظلمات مركز التسوية والمنازعات في اللجنة الاولمبية ثم كخطوة لاحقة التدويل بتاع القضية ان انت تروح الفيفا والكاس طيب الى ان يبت او يبت في ده الجدول اللي انت الحل الاخير البديل شوف بقى لانه الحل الاولاني انتهينا ان احنا نخلص البطولة قبل كاس الامم خدنا كل اللي طالبينه في اله او تم الرب واستنفذت فكرة اللعبة بدون الدوليين يعني تم التعاهد بكميع النقاط اللي كانت عاملة نوع من القلق على الموسم القادم والنقد للموسم اللي احنا فيه عادة الجدول اللي تفرد علينا دلوقتي بالامر الواقع حل من الاتنين خلينا نواجهها كده والكلام هنا بقى لجمهور الاه لانه حيبتدي يسخنوهم رجعتوا في كلامكم مرجعتش في كلامكم مش عارف ايه وانا لو تذكر من اسبوعين قلت مفيش انسحاب وكانت جملة على مسؤوليتي او طبعا لان انا كنت شايف ان فيه حد عايز استدرجنا من التمسك الى التزمت الى السزاجة ايوا كل اللي كان بيحصل لك زي ما حصل في حاجات تانية فضلوا يسخنوا الجماهير ويسخنوا الدنيا عشان يستفيدوا هما فالنهاردة ده مش هيتكرر هزا الموقف لان اذا انت البديء هما تلت طرق انك تسعى الى الطرق القانونية وتسيبها تاخد وقتها وتشوف حتى يعمل لك ايه او انك انت تقول والله اذا ما رضيتش عليها في خلال كذا انا مش لاعب ودي الجملة التي ينتظرها من يكرهون الاهل وفي منهم من اللي بنفسوك وفي منهم من اللي موجودين في اروقة الاتحاد عايزين خلاص رايحتين كده احنا عارفنا الدوري مش هنلعب ماتشات وانت حلت لنا جميع المشاكل وبي باي انت بقى مش هنزلك درجة تانية او حيقول لك ايه اس هو ده في اطار مشكلة وهو ما انسحبش ايه وفضل له ماتشين ده لعب تسعين في المية من الماتشات يبقى ما مش هيعتبرها لك انسحبش انا بيقول لك المخ اللي حيدير المخ الشيطاني يعني اللي دير يعني حيزوقك انك تنسحب حيزوقك ويفلسفها كده اه بتعرف بيزوقك ليه اه فهو يزوقك انك تتريحه مش بس هو ياخد الدوري ده ياخد الدوري ويبعدك عن افريقيا وبعدك عن افريقيا اذا 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 لا احنا هنسعى انا بدافع على حوي وانا جوه لو لاي حق بروح لجهات الدهوني ايوا هلتزم باللي هتقوله خلاص انا ريح تالها واقعوا انا ريح لها ومش معي القرار انا ريح لها ومعي الطلب اه الحل التاني الحل التاني اه ان الدينة تتعقد وفيه عندية بتقولك انا عدم فرص وفيه وانا قلته قبل كده يقولك ايه يتعذر استمرار الدوري المشاكل تفاقمت او الاعتذار ده هيفجر وراتها دعيات والناس هتيجي وراك وحتتقلب الليلة الى كل واحد هيروح فيه الاتجاه اللي هقاله المصارح بتاعته ده طبيعي يعني الغاية الدوري قاعد عقولك ما انت بطل السنة اللي فاتت ومتصدر حتى الان ايوا بس في ال في السجل في السجل اللي بتاعي راح مني بطولة بالصبت صرفت عليها كل ده انا كنت الاقرب لا انا وخاتهاش اه طبعا عشان برضو التعامل مع البطولة دين نها بتاعت الاهلي برضو مش بسطني اوي اه خلينا واقعيين انت متصدر فقط حتى لو ستين اربعين اه حتى لو سبعين تلاتين انا فرصي اكبر اه اه واذكر ان في موسم من المواسم تكرر الامر ده وراح بهدف اعتباري هتبادل نفس الشيء مطلوب اكسب ماتش حتى لو خسرت تاني مش مشكلة او اتعادل الماتشين انا في كل الاحوال لو كسبت المقولين وزمالي كسب ماتشاته بقى ماتش انا و المقالين عندي فرصة انا وزمالي عندي فرصتين اه و حتى انا تتعادل المقالين وهو عنده فرصة انت تتادل الموتشين تتiantدي ل Geoff متكسب الماولين بس في الفترة الجاية خلونا بقى ماشيين كده بالعقل وخطوة خطوة وقوة وقوة وبقى دي احنا بنجيب مكاسب بالزبط مش قانية قوي كل الطلبات اللي انت طلبتها خلي بالكم لما كانش النادي الاهلي عمل اذا الموقف كان الموسم اللي جاي حيبقى اسوأ دمار بقول لك كان الموسم الجاي حيبقى اسوأ عالاهلي عالاهلي دلوقتي يقدر ارعب بالضمانات دي مسابقى فير والفير في صالح الاهلي طبعا المناخ النظيف الفير في صالح الاهلي وانت ما تقبلش ما تكسب بدون فير مش نستنى ان استفز واحد عشان ينسحب من قدام وقول لك ايه كسبت لا عايزة لعبك عايزة لعبك نتمنى ان احنا نوصل من خلال خلاص المكاسب اللي طلبناها تقريبا في كل المذكرة اتحققت معدى انهاء الدوري قبل وده روحت بيه للقضاء وده روحت بيه للجهات الاختصاص اللي حتقول لازم ولا مش لازم حقك ولا مش حقك ودي بقى عايزة دراسة اخرى عايزة دراسة اخرى وعايزة سؤال تاني مهم للمهندس عدلي ولكن بعد الفصل اهلا بحضراتكم من جديد اعتقد كل المطالب اللي الاهلي الاحها عليها وطالب بيها وكانت مثار كل الخلاف في الفترة اللي تضمنها هذا البيان جوز كبير من الخلاف اه ما عدا موعيد المباراة وتنظيم تنظيم الدوري السنة الجاية ده اه من خلال الاجراءات دي اعتقد انه حنتوخى او حنتجنب المهزلة اللي حصلت السنة دي طيب المباراة المؤجلة بقى لا مؤجلة المباراة المؤجلة ماذا جدول بتاعها امتلا ايوه ايوه ما انت في القيد المحلي انت ملتزم بمعيد قيد ايضا يعني انت عشان تجيب لعب محترف الذي يقى من خلال فتح السيستم اه دولية اه اه مخصوصا في الانتقالات بين اتحادين مختلفين بالزبط ماشي عملية داخلية اه وحتى الاتحاد المصري كان مرتب اه القيد المحلي اللي هو بيسبق المفروض القيد الفريقي اه طيب انت الوقت حينتدل انت القيد المحلي ولا كل سنة هنعمل كده نجيب ستاسنا انا مش فاهم يعني علاقة القيد المحلي بال بال بالقيد الافريقي آآ محدش جامس ريتها مبدائيا كل لاعب انت هتسجله يعني هو حاليا ممكن يسجل في القيمة الاولية للاندية محليا ولكن طب انت هتجيب لعيبة جداد عشان تسجلهم في القيد الافريقي لازم انتسجلهم محليا طب عشان انتسجلهم محليا هو محليا دائمتا هو السؤال التاني المباراة دي اللي انت هتلعبها في توقيت متأخر هتلعبها بقاني قايمة ايوة في مشاكل لسه متحلتش يعني بصوا الاتحاد قال ان يوم التلاتة اتنين وعشرين سبعة في استاد الجونة الساعة تمانية مساء الجونة والزمالك الجونة والزمالك تلاتة وعشر سبعة يعني بعد كاس الامة ما ينتهي الفاينال ان شاء الله يا رب مصر تكون موجودة في الفاينال تسعتاش سبعة اربع تيام بعد البطولة الزمالك والجونة في الجونة ساعة تمانية مساء يوم الجمعة يعني بعديها بتلات تيام الزمالك والاسماعيلي في بترو سبورت تمانية مساء وفي نفس اليوم اللي هو ستة وعشر سبعة المقاولين والآهلي في برج العرب تمانية مساء يبقى يوم تلاتة وعشر سبعة الزمالك والجونة في الجونة اربع ايام تلات تيام ستة عشرين. الزمالك والاسماعيلي في بيتر سبورت. المقولين والاهلي في برج العرب. يوم تلاتين. اربع تيام تاني. بعد اربع تيام. الفاينل. في استاد الجيش برضو في برج العرب. الاهل والزمالك فاينل تمانية مساء. حلو اول. التاريخ دي بتقول لك ايه? هم. لعب في خلال. اسبوع. حداشر يوم. اه. حداشر يوم. حداشر اه. اربعة تلاتة اربعة. الهل. تمانيين بزبط. من ثلاثة عشر لتلاتين. لعبت خمس متشات. لا. اه اربع متشات. لعبت اربع متشاتك. اه. اربع متشات. اه. اه. خمس متشات. الخمسة. اه. لعبت الخمس متشات في احداشر يوم. خلاص? ليلال اهل والزمالك. اه. تما تكن عندك. وانت كان عندك احداشر يوم. اه. ما هو باعتذر. وقال لك يارى البعض واشنا عندنا دي طيب ده بالنسبة لده هو فيه اسئلة محتاج لسه يتجاوب عليها الاندية ديت هتسيب لعيبة هتلعب بقاني قوام هتلعب بقاني قايمة اللعيبة الاندية دي عندها لعيبة معارة انتهت مدة العارة زي لعيبة الاهل في الجونة هتحطها ولا تسيبها فيه هل يرجعوا النادي الاهلي ولا يفضلوا في الجونة طيب ولو رجعوا للنادي الاهلي من حقهم يرجعوا يلعبوا في النادي الاهلي ولا لا سؤال منطقي جدا وقانوني لا المعارة لما يرجعها يلعب ما يلعبش ليه كويس قوي ولا حيعتبر في نفس الموسب وانت دلوقتي اول حاجة هو مسجل ناشئين في النادي دول تحت السن احمد ياسر ريان مثل دول مش مرتبطين بكل ما. واحمد حمدي واعمار حمدي. والجون. عمار في الاتحاد. عمار في الاتحاد. الجون. وفي سعداء والبكريت. في خمسة في الجزار ستة. والجزار. ستة. واكرم توفيق. طيب. هو السؤال. ستة في الجونة. طيب دول هكونوا مع الجونة ولا مش هكونوا مع الجونة. ما هو ده السؤال ولو هم مش مع الجونة مع الأهل ولا لا لا ما هو هم خارجين من قيمتك هيرجعوا هيرجع يعتبرك في نفس الموسم هو متسجل ناشئ مش هيدخل على قيمتك في فلسطين والموسم بالنسبة له هو متسجل ناشئ لذلك طب رجع للناشئين هو ابن النادي ومساجل في سجلات النادي وانتهت فترة طب مش منحق الفريق الأول يستعين به زيه زي أي لعب لا مش من حقه طب لو مش من حقه ليه مش من حق الجونة يلعبه هو صدر تعقوبة ضده هو ضد اللعب لوحده بص بص في منهم جزء حيستمر في أعراضه بغض النظر انما انت بتتكلم نظريا انت بتتكلم نظريا وقانونيا وقانونيا طبعا القرار ده يا اخواننا كنا بنتكلم فيه انه عامل مشاكل ما كانش طرف ما كانش عند ما كنش بنقولها كده وخلاص لا فيه تداخل انت حبيت تبص المصلحة واحدة قضيت على عشرات المصالح حواليها فيه تلبك معاوي فيه تلبك معاوي في المسابعة مش ممكن يعني 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 واحد قاعدين على صفرة والناس ضرب المدفع قالك فيه واحد عنده حساسية من الأكل اللي قدامكو ده فشيلوا الأكل ده كله واحد عنده حساسية منه اوه ده كلام ده هو ده ده ينبغن يكون الهاجس الوحيد لاتحاد الكرة طيب هو دلوقتي الاعداد بيقول لي وليد العطار مدير اللجنة شؤون اللاعبين قال انه معاد القيد بيتحدد بعد نهاية الدورة بقرار من مجلس الإدارة وحتى الآن لم يحدد اذن اذن هيرجع يقول لك برده اتحاد هيحدده كمجلس إدارة الاتحاد بيحدده بعد نهاية الدورة فانت دلوقتي الدورة كدورة لانه الكاس مشكلة تانية بس خلينا في الدورة الأول الدورة هيخلص تلاتين سبعة كاس مصر بتاع موسم الفين وتمنتاشر الفين وتسعة عشر هيتلعب بالقايمة الجديدة بقى مسألة قبيلة غير قبيلة للتزديق غير قبيلة انها تقبل يعني يعني انا مش فاهم مش فاهم يعني هو طبعا اداء الجونة مع الإسماعيلي كان فيها يعني مكر كده انه يتعادله واذا تعادله يبقى او الجونة كذب يبقى الجونة معندوش مشكلة في انه وغير مدربه يعني الجونة بتصرف ان الموسم انتهى بالنسباله الجونة انا اسماتي كابتن حمضة صدق مبارح مع هاني حطحوت قال له مسؤول في اتحاد الكرة كلمنا وبلغنا مش هتلعبه الا بعد بعد كاس لهم فبناء عليه اللاعبه احد اجهزات اه وحمضة صدق الراجل ميشي لانه عقده كان معاهم ان هو يحصل موضوع البقاء في الدول وتمكن من ده فانتهت علاقته بيه من بارح واللعبه خدت اجهزات يعني انت حتى كمان لو كنت هتلعب بدون الدوليين وجيت تقول كاتحاد للجونة تعالى هيقول لك لا عندي مدرب ولا عندي لعيبة طيب الجونة بقى اه اه الليدة راحة اه هيبتدي مرا امتى خلص هو كده عنده معايدة اه ده عايزة اعمل فترة اعداد طيب عنده عنده معايدة بشو هيخد مباراة هيلعب تلاتة وعشرين سبعة هو عنده اه بس هيخدها في فترة الاعداد مش هيبقى مش هيبقى فليه جون الاهلي هيعمل كده الاهلي اتنين وعشرين يونيا الاهلي اجازة لغاية يوم اتنين وعشرين عصر بالنسبة النادي الاهلي نتيجته مع المقاولين اه في الاخر حيلعب المطش الفاينال على مين يكسب يشيل بعكس ان زا مالك عنده مطشين قد يغيروا من الامور بالطريقة دي مش هممش حاجة هتغير من الامور داي الاهلي راحة لغاية يوم اتنين وعشرين يونيا اتنين وعشرين ستة هيبدأ التجمع هيعمل معسكر اعداد محلي ثم بعدها هيسافر لمعسكر اعداد خارجي علشان يفضل موجود فيه ويقدم مباراة خارجية استعدادا لمباراة المقاولين في الدورة يعني هو بيعمل استعداد فترة اعداد للموسم المنتهي جملة حلوة قوي بيستعد بجدية بفترة اعداد جديدة لا وعايز للموسم المنتهي وعايز يخش وانت في القمة عشان دي بطولة بالضبط كاس مصر بقى نخلص تلاتين سبعة يطلع قرار من الاتحاد يحدد القيد المحل بتاعنا هيخلص امتى طب والكاس الكاس بتاع السنة دي اللي تلعب من سنة فاتد هيتحسب بقيمة الموسم الجديد هيتحسب بقيمة جديدة هتلعب الموسم الكاس الحالية بالقيمة الجديدة ليه؟ هو حطلك الاهل وبرامدز في الكاس يوم 28 تمانية يعني هتخلص تلاتين يعني بعد الشهر من نهاية الدورة تقعد ما تلعبش اه طب عملت فترة اعداد ولعبت الموتشين هدي بقى ارجع ريح ايه شغل الفني العليم ده يعني فنيا لا وبعدين تلعب تلعب الكاس 28 وبعدين تلعب 28 تمانية وبعدين 1 9 ازا ازا كسبت اللي يكسب الاهل وبرامدز دي مبراء من دور 16 في دور 8 1 9 الفايز من الاهل وبرامدز مع حرص الحدود في برج العرب اول ساعة 6 مساء طيب ازا مالك في دور 8 دور يوم ايه؟ 1 9 1 9 اه يعني بعد تلاتين 8 1 9 1 9 زمانة جرعة مع المقصة وبعد كده الدور قبل النهائي يوم 5 9 و 5 9 والفاينل 9 9 وده بداية الموسم الجديد يوم 11 الموسم الجديد حيبدأ 11 سبتمبر و 18 9 اثناءه بقى مطش السوبر كاتب لك هو الاربعاء الموافق 18 9 السوبر المصري اي علاقة بالاعداد العلمي البدني والتكتيكي والفني ما فيش ما فيش كده تبتدي الموسم بوبو ترات والسوبر هيبقى بطل الدوري اللي هيتعمل في 30 سبعة مع بطل الكاس اللي هيتلقى في الموسم الجديد والسوبر اللي فات بخ ما هو هتعمل لي بقى اه هتعمل لي طيب هي خلينا نقول كل دي حلول استثنائية والطرارية كنا في غنى عنها تماما كان ممكن اه كان ممكن الاتحاد قال لك كان ممكن لولا ان في مشاكل وفي عرقيل كتيرة قال لك قدت الى ان كل ده يتأخر طيب تاني ان تأتي متأخرا خير من قلة تأتي كويس ان احنا وصلنا الى نقاط تلاقي اتمنى جهات التقاضي اللي الاهلي لجأ لها مش عايزين نحجر على اي اه مسألة منظورة قضائيا ايا كان درجة التقاضي او ما كانها لكن نتمنى انه تبص الى كل هذه العشوائيات بعين ناقدة ناقمة بحيث انه ده فعلا وضع لا يستقيم باي شكل من الاشكال مفهوش اي شي من تكافؤ الفرص لكن ده ما ينفعش يكون قرارنا ده مطلب هو هو انت روحت به مطش واحد كان ممكن كان ممكن يخلي فيه تكافؤ ايه تكافؤ في الفوضى اه وعالفكرة كان كسبة كربع تياه صحيح لان ما كنتش هتلعب بقى كنت هتلعى 28 وواحد والموسم بتاعك يخلص كنت تقدر تلعب انت يوم خمسة او ستة بيرامدز وتاخد راحة بقى انما كده والله ما انا عارف المدرب اللي حيجي هيستعجب يعني المدرب اللي حيضع اه اه خطة فترة الاعداد هلا يكون في عونه انت هتخلص 37 بعد فترة اعداد وترايح شهر عشان تعمل فترة اعداد تاني عشان تعمل فترة اعداد اه للكاس اه يعني الانديال مشاركة خارجية انا هيبع عندها مطشات في افريقيا وبتبتدي ايه كله قمب اه يعني بتدي بيرامدز مطش يعتبر فاينال كاس برضو اه الماولين والزمالك بطولة اه طيب بطولة لكن مفيش اغلى من البطولة اللي بيتدق الابواب حاليا مصر تنتظر بشغف واهتمام وترقب وتكاتف جماهير ان شاء الله يكون كامل قبل ما خش على دي كاس الامة بالافريقية برضو حاجة ليه علاقة بالله هو انت القرار الغير مسبوق بتاع فاينال افريقيا الاتحاد الافريقي قال لا ده كان فيه جون صحيح وما رحوش للفار رغم ان الفار قالك الناس عارفة من قبل الماتش ان هو مش جاهز ومش موجود وحيتعد تتعد المغراء ورجعوا المدليات ورجعوا المش عارف ايه الكاس طيب انت سنتين وراء بعض بيتلغي لك اهداف لو اتحسبت انت بطل النسختين مش حتكلم على الاخر سنة التي الذي تم فيها كل ما هو مخالف للأصول الرياضية من خروقات وخروج عن النظم واللواح وبسرعة افرج عن عقوبات الترجي بسرعة عقب الاهل يعني حاجة لم تحدث في التاريخ الموسم اللي قبليها انت اتلغالك في مصر جوان واتلغالك اه 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 الوداد في اللي قبليها جوان كانت تخليك بطل النسختين مش اللي فاتت اللي قبليها اللي فاتت واللي قبليها لا مش اللي فاتت اللي قبليها واللي قبليها مهم والترجي ده كمية الخروقات اللي فيها كانت جامدة حتيجي تقول لي ما هو النادي الاهلي مشتكاش لان انت وانت بتشتكي مشتكاش ساعة احداث رادس في الملعب توصل مش بس رادس خلينا في رادس دلوقتي في رادس لما تعور هشام والظروف الغير طبيعية وعدم وجود الفارو انت مشتكتش ومشتكتش لما وقف منك اذاره ومشتكتش لما اتهدد مدربك ومشتكتش لما تشوشر عليك ليه مشتكتش ايه الوذات خد حقه لانك كنت تعلم وهم يعلمون مصير الشكاوى ايه النادي الاهلي ما كانش متدفي بحد خالص ما كانش فيه حد واقف مع النادي الاهلي خالص كان كل الشكاوى دي حتترفد ورغم هذا كنت اتمنى لو اشتكينا على الاهلي كان حتبقى المقارنة موجودة النهاردة عملتوا في شكوتنا ايه وعملتوا في شكوتهم ايه شوف مباراة الترجي هناك وارجع اقول لك بقى الفكرة المجنونة وبعد كده انت هتمسك الدريسيون انا اتمنى ندرس فرص احتجاجنا على البطلطين اللي اللي فاتوا وبستند في هذا الكلام لايه لما توب انت في الدورات الأولمبية بيحللوا وكاس العالم كده منشطاته بتاع ليه بيحللوها عشان الفير بلين عشان تكافئ الفرص عشان انت ما تكتسبش ميزات اضافية تسمح لك بالفوز وممكن يسح منك اللقب بعد سنتين وثلاثة لو ثبتوا ايجابية العينة بتاعتك هتقول لي بس ده مختلف لان ده فيه دليل علمي بيوسمت هنا لكن الفكرة الكونسبت انتك سيبت بتدليس فلما تيقننا من التدليس هنا بالتحليل وهنا بالرجوع بقى للفار ارجع بقى للفار وارجع الماتشات اللي اطلاغها بيها الاهداف دي العالم كله كان شاف انها اهداف وحق محضوم لنا كان نادر ايجا من دولاتها عشر بطولات شوف ايا طبعا فكرة ان انت تحتاج دلوقت على ما حدث في فاينال التراجي في رادس وما حدث في فاينال الوداد السنة اللي قابليه الاتنين فيهم كمية خرقات واللي قابلها اوضح واخدلك هنا انت المفروض تروح للاتحاد الافريقي ليس بهدف استعادة الكأس عشان من صعبهاش لان التراجي تبت عليها حقوق كتيرة ناس راحت شاركت في بطولة عالم ناس اخدت حقوق مالية ناس اخدت جواز ناس اتكتبت في السجلات فهنا مش فكرة صحب ميداليا تحصل في الالعاب الفردية لكن انا اعمل ده ليه يعني لو لو الفكرة اللي المهندس عدلي وهي فكرة وجيهة اعمل ده من باب تسجيل الموقف واستباقيا لللي جاي انا بقول لك اهو اتفرج على حجم الاخطاء المؤسرة اللي كانت موجودة اللي حدث في النهائي للاتنين ده الاتنين اعترفوا على بعض الصالح الاهلي هذا البكاري جسامة اللي لا يجب ان هو يظهر الناس اللي عقبت جهات جريشة وسند سنانها عليه بسرعة قوي شايفين ان المعلم جسامة ازاي فعلا بيستخدم بمعلامة وهو حكم على درجة عالية من الكفاءة بس الكفاءة اللي هو زكاء المرء محسوب عليه اللي هو بيستخدم التمكن بتاعه في ازاي يقدر يخدم صاحب المصلحة ده حصل في كل مباراة مهمة اسندت الى هذا البكاري شوفوا عمل ايه مع الاهل في ماتسان داونز ازاي كتفوا شوفوا عمل ايه في الفاينال الاهل مع الوداد ولذلك هو اول ما اعلن تعيينه لمباراة الترجي والوداد مسؤول الترجي وهم الاعلى والادرأ والاعلم بحواديت وكواليس التحكيم قالوا معترضين على بكار الجسامة هو كان ولدينا الدليل كان حكم ساحة ولا كان كان حكم الساحة كان حكم الساحة ولدينا الدليل ده الاخوة التوانس على اهدائه اللقب للوداد على حساب الاهل المصري ده كلام من تونس فترد طب هو انت انسيته عملكه ايه ضد الاهلي بنفس المنطق طيب هو كان السبب في كل المشاكل اللي حصلت في ماتش برج العرب الاهل والترجي هو كان حكم الفار فبرضو موجه بشكل معين الواقع للمهندس عاد اللي بيتكلم عليها واذا كان الوداد دلوقتي الايامة قامت عشان ما كانش فيه تقنية الفار وتم تعطيله في تونس طب لماذا تم تعطيله في فينال الاهلي والترجي ما هي انت بتتكلم على الظروف القانونية الوحدة فوز الاقجع رئيس الاتحاد المغربي لما حاب يدافع وهو بيدافع في اجتماعات باريس عن حق الوداد راح للحتة القانونية ولذلك خاد 18 صوت من 20 راح للحتة القانونية الوداد لعب في اجواء قانونية في الدار البيضة غير التي كانت في رادس ليه قالك في الدار البيضة استخدمت تقنية الفار وعليها وبسببها وبموجابها تم تصويب خطئين ادروا بالوداد فخطئين مؤثرين في نتيجة المباراة تم مراجعتهم بناء على الفار اذا انت بتتكلم على الشكل القانوني اللي قدرت به المباراة الزهاب قالك روحنا تونس ما لقناهوش ولما جبنا جون عشان يتم التأكد منه زي ما تأكدته في الدار البيضة بخ ما فيش فار فاعتقد كان مرافعة قانونية سليمة 100% خلت 18 واحد يصوته اه انت عندك قرار انه الفار بيستخدم في المباراة النهائية لعبت في حالة قانونية في الزهاب نفس الحالة القانونية المفروض تكون موجودة في العودة بس في تكون تضرير مدلة حصلة حرمتني منها بس ما حادش تاك ما حادش تاك انك انت ما غيبتهاش انت موجودة يعني الفار كان في الفاينال اه انت في الحالتين موجودة لكن انت جيت هنا غيبت ده طيب لما غيبت انت ماتش الالو التراجل ايوه كان موجودة ده عصب ضرب الجزاء من الفار بالظبط موجودة وغيبتها في تونس وكبت محمد يوسف قال أنه هم قبل المباراة ساعتها في تونس قالوا أنه ما فيش فار الآلي في ماتش رادس ما كانش في المباراة أخطاء تستوجب العودة للفار فعشان كده ما حدش حاس بالمشكلة لكن أجواء المباراة نفسها كانت مترتبة قوي التوتر اللي كان في الملعب رشق اتوبيس اللعيبة يصابت لعب قبل المباراة احتاج تسع غرز حالة التنمر والتربص اللي السيد أحمد أحمد مدرج معاقب بترجعه ولد أزاره يتعاقب ليلة المباراة ويمنع وتضغط على المدرب فتستدعيه كل دية أجواء أثرت على مجريات اللعب في الملعب ده المقصورة انت انت شوف أحمد أحمد وهو في المقصورة يعني أصيرت وقتها أنه عمل مشكلة مع المنظمين على الترتيب الكراسي الصف الرئيسي ده ليه بروتوكول فيها 13 كرسي تقريبا هيقعد هو وهيقعد رئيس النادي الأهلي وهيقعد وزير الشباب والرياضة المصري وهيقعد السفير وبقية الكست اللي موجود والنادي المضيف ووزير الشباب فجيه طارق بوشماوي الرجل التونسي النافذ ما لقاش اسمه موجود على الكراسي الأولانية فراح عمل مشكلة لأحمد أحمد وملوش بروتوكولين كورسي كويس عمل مشكلة لأحمد أحمد فجيه أحمد أحمد رح جاي بنفسه جاي بألم ومغير الأسماء عشان يقعد بوشماوي فالصف اللي وراء منه قاعد أعضاء مجلس دارة الأهلي أستاذ العمري فروض المهندس خالد رتاجي والأستاذ خالد دارندلي وبقية الأعضاء اللي كانوا موجودين فشافوا الرجل اللي بيعمله بيغير الكورسي بالاسم بتاع رئيس النادي الأهلي ووزير الشباب الرياضة فحتاجوا وبقيت مشكلة والدج لكابتن الخطيب ولا الوزير يردوا يطلعوا ويعودوا وجيه المهندس هنا بريدة وبقيت فيه مشكلة وتدخل هنا بريدة لغاية لما رجع الكراسي ويزود كراسي وحلها بس إلى هذا الحد رئيس الاتحاد نفسه عنده هذا مش عايز أقولك الانحياز عنده هذا التوجه ضدك عنده هذا التعاطف مع الطرف التاني بيتدخل فيه ترتيب الكراسي من يقعد هنا واخده لك وطبعا شوف دي مسألة عايز أحل مسألة توطر العلاقة بينك والاتحاد الإفريقي مسألة لابد أن يضع لها حالش وعايز أقولك ودي مسؤولة الاتحاد المصري لأن هي ملهاش أساس كلها وشايات كلها جوابات مزورة كلها بنصن بعض المنتمين إلى هذا البلد أن يوطروا لك علاقتك بالمؤسسات عايز أقولك أنه ما عرفش أعلن وقتها أو ما أعلنش لأه لي ما كانش هلعب المباراة وتقريبا استقر الكابت الخطيب على سحب الفريق عشان هشاب بعد اللي حصل والأجواء غريبة جدا والتوتر ظاهر واللعيب أصيب واللعيبة نفسها دخلت في أنت اللي تويس بالضرب طبعا كان فيه تدخلات سواء من اللجنة التنفيذية في الكاف مهندس هنا بريدة والوزير الدكتور أشرف صبحي والسافير المصري في تونس أنك في الأول وفي الآخر الدنيا لازم المباراة تتلعب فأخذت وقت لغاية لما تمت المسألة أن أنت تلعب لكنه الجواب كان باين من عنوانه لا الظروف مش طبعا هو من هنا من قبل الصفر مع القرارات دي ومع الشغل اللي اتعمل كل الناس اشتغلت ضدك في هذا الموضوع لكن أنا بتكلم عن الحاجات اللي كان فيها إجماع أهداف اتلاغته ومديتنيش حق أيوة أنا طلعت بلللللتين ورا بعت والحاد النقد دا بيعايروا معهم لا نعم ما هو خلاص أنت أنت بتكلم أنا بكلمك علي المناخ اللي كانت المباراة فيه نعم فما ملك في الحكم بالشكل دي يعني مدال أحداث الماتش ما جابت لك شي يعني حاجات تحرق الحاجة ما كانش محتاج ده هو قضى عليك قضى عليك قبل ما ترعب قضى عليك معنويا وقضى عليك على فكرة ده الكلام ده قولناه قبل السفر يتم اغتيال فريق النادي الاهلي معنويا بالنسبة كده من خلالك بتهدد مدربه من خلالك بتقبض على بتحول الحكم للتحقيق وبعد كده آسف 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 ما فيش مشكلة وهو كارترون بر لانه راح الدوري المغربي يعني لا عايز اقولك انه يعني الجانب المغربي حتى في مرافعته في باريس لصالح الوداد تكلم على الحالة الامنية العنيفة جدا اللي كانت فيها المباراة وقال انه دي اجواء ما كانتش مناسبة ابدا لخوض المباراة ورئيس الانتحاد الافريقي اعترف او اشتاكى انه تلقى تهديد مباشر طب لحظة واحدة بقى من رئيس الترجل انت بقى لو هو ده كان حيديك الشهادة دي لا طبعا تلّا عاديين نشوفه وعاديين نشوف اسبابه في حد ماشي ورا النادي الاهلي يسمم القبار في كل اتجاه ومعروفة معروفة بص لما كابتن طرق دياب يطلع يقول ان الاتحاد الافريقي ده الاتحاد الاسوأ في العالم هذه الايام فده كلام صحيح لانه كمان لما رئيس الوداد يقول وانا في الملعب جالي مسؤول من تقريبا كان بيتكلم على بوشموي او او على غيره بس بيتكلم انه تقلوا عدوها وهتاخدوا البطولة الجاية شوف الكلام ده انا باخده بتحفظ شوي يعني مهان في ده اخوار رسمية في التحقيق اه اه انه تقل ما هو زي احمد احمد ما قالك جالي تهديد من وعي زناني يعمل الاتحاد الدولي عملها لما جنوب افريقيا يعني ليه اه في التصويت اللي كاسل دم المانيا اه فرق صوت امتنع فرق صوت امتنع كنا نتمنى انه وعدوا جنوب افريقيا بين كاسل على حين عندهم عشان ناخد احنا الصفر بعدين ودهالهم بعد كده صحيح كنا نتمنى النهاردة يكون وقت كاف شوية نحتفي ونحتفل بعيد ميلاد واحد من ابناء الملك الاعزاء واحد من كباتن الاهلي الرائعين الكابتن مصطفى عبده المجري مصطفى عبده ولد في مثل هذا اليوم من عام 1953 وبرضو في مثل هذه الايام سنة 86 كان كابتن منتخب مصر ورفع كاسل امم الافريقية في استاد القاهرة الا يحتضن الكان الجديدة باذن الله تعالى كل الامل انه زي ما مصطفى عبده شال الكاسل في 86 مصطفى عبده وكل نجوم الكرة المصرية يفرحوا للمنتخب وهو يوم 19 سبعة رافع الكاسل ان شاء الله دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي دوما ان شاء الله اشتركوا في القناة